بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أهلا بمن أتى بتحية وسلام يريد الترحيب بأحلى الكلام يريد أن نعلن له انضمامة إلى كوكبة أصدقائنا الكرام فأهلا وسهلا ومرحبا بكم جميعا في هذا اللقاء الماتع بوجودكم برنامجنا اليوم هو برنامج في مهارات في التدريب عن بعد وأتوقع أن الأغلبية والنسبة العالية من الموجودين معناهم عبارة عن مدربين أو حصلوا على تدريب المدربين أو سيحصلون على تدريب المدربين من خلال مركز هدف العالمية للتدريب في بداية اللقاء أحب أن أعرفكم بنفسي معكم زكي فراش مؤسس مبادرة التطبيقات الرقمية للمعلم وصاحب الكتب الثلاثة القادمة التي سنتحدث عنها أول حاجة عندنا اللقاء اللي هو الفيديو أو قناة اليوتيوب وقناة التليجرام وقناة أو التويتر فهذه الحسابات اللي موجودة أمامكم أيضا غاليني أرسلكم الحساب يعني عشان لا تنسوه ونأخذ الرابط خاتم ننسله في المحادثات عشان بس إش تستطيعوا للوصول إلى من خلاله فعندنا هذا الرابط اللي أرسلته عندنا المتجر حتلاقي في المتجر في بعض الكتب وبعض الحاجات اللي موجودة في أشياء مجانية في أشياء مدفوعة في أشياء عندك الأجندة مجانية عندك المهارات التدريب عندك في هذه الأشياء كلها موجودة عندكم تمام مضبوط فهذه هي المتجر في حقائب تدريبية كان حبي أن تشوفها وتطلعوا عليها أكاديمية التدريب الرقمي عبارة عن أكاديميات صممتها لنشر ثقافة التطبيقات التعليمية والتطبيقات الرقمية طبعا هي مجانية تستطيع الدخول عليها والتسجيل للحصول على البرامج التي تحتاج أن تتدرب عليها من خلال التطبيقات الموجودة أمامنا فلو جينا هنا على الدورات حتلاقي هذه موجودة الدورات موجودة تنضم إلى أي دورة من هذه الدورات الأمامك تواصل واتساب هذا الرقم وقناة اليوتيوب حتلاقي في قناة اليوتيوب بعض الفيديوهات أو الفيديوهات التي أنا دائما أعمل فيها خاصة بالتعليم وخاصة بالتدريب كل هذه الشروحات موجودة وأيضا محاضرات يعني في محاضرات وفي شروحات هنا ستلاقي مهارات التدريب عن بعد العام الماضي دربناها برضو قدمناها هنا مهارات عن التدريب عن بعد برضو كانت موجودة ففي موجود كما مرة كررنا البرنامج لما له من فائدة وما له من فوائد كثيرة عندك حساب التليجرام حتلاقي في قناة التليجرام وحتلاقي حسابي على تويتر إذا حابب تنضم وحابب تعمل فلو في ثلاثة قنوات في الأخير مكتوب علي قناة المدرب هذه واتس أب يعني مجموعة واتس أب تنضم في حال أنك أنت رغبت أنك تحضر البرامج اللي أنها مغلقة فيها فقط إعلانات خاصة فيها أنا ما أعلن لأي مدرب وما أعلن لأي برنامج آخر فقط هي خاصة بي أنا لوحدي فهذه هي اللقاء أو هذا هو اللي حنبدأ بي طيب بعد كده عندنا برضو في اللقاء هنا عندنا المهارات أو الحقائب التدريدية والكتب وما إلى ذلك الخاصة بي أنا فأول حاجة أننا مثلت المملكة في عام 2018 في مؤتمر قس لحلول التعليم وكنت أمثل وزارة التربية والتعليم بالتطبيقات الرقبية للمعلم هذا اللي أنا لازلت أركز عليها ولازلت أتحدث بها أخذت البرنامج هذا وانتقلت بي إلى القاهرة وقدمت في المؤتمر العلمي الثالث عشر للموهوبين بنفس الفكرة اللي هو التدريب الرقمي سباح الخير هذه قاعة بي المؤتمر العلمي الدولي الثالث عشر للموهوبين بالقاهرة وهذه القاعة بي التدريب الرقمي والصف المتمائز والصف المتمائز تمام هي نفس التطبيقات أيضا بعد كده برضو انتقلت مع المنطقة العلمي للموهوبين الأول في عام 2019 في مدينة الملك عبدالله اقتصادية وقدمت نفس الفكرة لدي كتاب اسمه التطبيقات الرقمية للمعلم موجود في مكتبة جريرو موجود في زكي بوكس دوت كوم في حوالي تسعة تطبيقات شرحتها هناك وعندنا مهارات المدرب الرقمي وهو كتاب موجه للمدربين أبغى أوصل فكرة أنه تدريبك ما ينفع تدريبك ناقص إذا لم تستخدم التقنية في تدريبك هذا الكلام في التدريب المباشر الآن لما نجينا إلى الأونلاين والغير مباشر اللي عن بعد أصبحت يعني متطلب ملزم أنت إنك تدرب العالشات هذه وتتعلم فيها الكتاب الثالث اللي هو التطبيقات الرقمية في الصفة المتمائز وكانت في عندي توجه للأيباد جهاز الأيباد في بعض التطبيقات الخاصة بالموضوع ده فأضفت الصفة المتمائز معه وأضفت معها التطبيقات اللي هي 55 تطبيق هذه بعض التصنيفات اللي صنفتها في مشروع التطبيقات الرقمية بعض التصنيفات اللي صنفت فيها المشاريع وهذه هي وسائل التواصل اللي موجودة معكم تمام؟ إذن هذه فكرة بسيطة أو كلمة بسيطة عن ما هو المدرب لازم تعرفوا من هو المدرب عشان بس نتواصل مع بعض ونعرف الحاجات اللي موجودة طيب إذن إحنا نبدأ بدايتنا بدايتنا إحنا هنا نبدأها بالبادلت تمام؟ وأول سؤال اللي في البادلت اللي هو من أين أنت؟ أو أين أنا؟ حلو؟ فنجح نأخذ أين أنا؟ طبعاً هذه اللقاء اللي كانت الماء السابق أنا أحب أستخدمه دائماً دائماً نحب أستخدم الحاجة دي يعني جميلة بصراحة لحبها تمام؟ فعندنا هنا في البداية أول حاجة جم مسح جميع المنشورات ثمانية أربعة ثمانية اثنين طيب أرسلكم الرابط هذا الآن فإنت تدخل هنا فوق في الأعلى تضغط على الزايد وتكتب أين أنا؟ فأنا أكتب مكة بطحاء قريش فأنا ساكن في مكة في بطحاء قريش حلو؟ وأكتب إسمي زكي فراش مو لازم نفس البيت يعني بالضبط لا بس كده يعني مجرد أن نحن نعرف مكة وجدة والرياض والطايف وما إلى ذلك مو لازم تكتب بس المدينة يعني مو لازم تكتب لنا بالضبط أين أنت خلاص؟ فهذا هو الرابط عندكم دعونا نستقبل منكم في المحادثات طبعاً في الشاتينج حتلاقوها موجودة أو موجود الرابط مالش إحنا قافلين المحادثات وقافلين المايكات يعني عشان نبغى نوجه التدريب شوية بعدين نغير ونفق شوية لكن في البداية خلينا بهذا الشكل لأنه من جرد ما نفتح المحادثات في الله يدي ومصلحهم في ناس تكتب حاجات كده إلا هو كريم شعر مدريش إعلانات أنا أستغرب يعني أحيانا الناس غريبين بصراحة لكن معلش هذا أنت الآن يعني أصبحت تدريب عن بعد وأصبحت الآن يعني أصبحت أنت منصة لوحدك تمام في عندنا أعدى الأخوة الأستاذة مونة من المدينة المنورة حياك الله أستاذ مونة وعندنا من طريب من خميس مشيط تمام جدا جميل جدا وعندنا أيضا من الأحساء حاولوا تكتب اسماءكم عشان نعرفكم من معرفة الاسم في عندنا من حائل أستاذ مونة المنحائل جميل جدا وأيضا أستاذ مونة من المدينة المنورة وعندنا في برضو من المدينة المنورة جميل جدا ننتظر كده لكي تكتبوا شوية المدن نشوف لأنتم ما شاء الله تبارك الله مية وثمانية وخمسين تدح لها من تبوك تدح لها من تبوك جميل جدا خلينا نرجع الآن في عندنا مجموعة من مكة تمام وفي عندنا مجموعة من الطايف صد خالد الشريف من الطايف عياك الله وعندنا من جدة بس ما نعرف من ما كتب اسمه هذا المدرب وهنا مكة ما عرفنا من جاري يعني كنت ما عرف جاري تمام عندنا أيضا من ينبع البحر الأستاذ مريم الحرب من ينبع البحر حياك الله أستاذ مريم وعندنا أيضا هنا الأستاذ أو من هو هنا اتنين عندنا أستاذ فواز من حائل الأستاذ تمام جميل جدا وأيضا عندنا هنا برضو في أحد الأخوة من تبوك جميل جدا وعندنا أيضا من الكويت حياك الله أخوي وعندنا هنا من القطيف الأستاذ بشير وعندنا أيضا الأستاذ من الخبر جميل جدا حالو معناة أن العدد يعني منوع جميل جدا في تنوع الشهادات خاصة للمشتركين سابقا المركز أرسل استمارة الناس اشتركت في الاستمارة وهذه الشهادات خاصة بهم فقط الناس الجديدة بتكتب على الخاص تكتب لي الشهادات ترى الشهادات فقط للفائدة الشهادات فقط إلا سجل من باب الفائدة بس يا شباب إلا سجل هو اللي هيحصل على الشهادات طيب خليني الآن أتحدث عن سؤال أو قبل ما أتحدث عن السؤال عندنا هنا في اللي هو هنا أختفى اللي هو الكتاب هذا الكتاب اللي هو يسمه مهارات المدرب الرقمي حيث تلاقون موجود في جير أو في مكتبة ذاكي بوكس في هذا الكتاب أنا قسمته تقريباً إلى خمسة أقسام أو أربعة أقسام شوف خمسة أقسام أربعة أقسام تمام فالقسمة الأولة تكلمت على التدريب وتعريفه والقسمة الثانية تكلمت على خماسيات التدريب يعني شخماسيات؟ يعني خمسة طرق فقط كيف تتعرف على المتدربين خمسة طرق فقط لقياس مستوى الفهم خمسة طرق بس كده سويت خمسات تمام؟ هي طبعاً أكيد عشرين تلاتين أربعين بس أنا اخترت الخمسة تمام؟ في الفصل الثالث تحدثت عن اللي هو اسمه التدريب الرقمي يعني إيش أقصد بالتدريب الرقمي اللي هو إحنا بنتكلم عليه الآن اللي هو عن بعد ويكون ديجيتال ويكون موجود على الإنترنت ويكون المتنوع ده اللي هم يسموه التدريب المباشر والتدريب المتنوع والتدريب الإلكتروني والتدريب المتزامن والتدريب الغير متزامن والتدريب الإلكتروني كل هذه الأنواع تدخل في داخل اللي هو التدريب الرقمي ثم بعد كده تكلمت على التطبيقات الرقمية للمدرب يعني أنت إيش تحتاج كمدرب ماذا تحتاج عندك في بعض التطبيقات هنتكلم عليها الآن بعد ما نخلص إن شاء الله هنتكلم على بعض التطبيقات اللي موجودة في الكتاب ونتكلم على حاجات ما هي موجودة في الكتاب لأن الكتاب العام الماضي الكتاب والسنة جاء شيء جديد فلازم يعني ناخد شيء جديد فهذا هو الكتاب كده تصفحه تصفح الكتاب وتعريف الكتاب وما إلى ذلك أرسلكم رابط التصفح ده على المحادثات تقدروا تشوفوا الكتاب تأخذوا راحتكم فيه تمام؟ إذن هذه كده انتهينا من الكتاب الآن عاد الله يعيننا لازم نتحمل شويا نتحمل بعض طيب نتحمل بعض فرجان بإلا أبغى الالتزام فإلا يبغى يجاوب ويبغى يشارك يرفع يده بعدين أنا أعطيه الصلاحية أو أنادي على اسمه عشان يقدر يشارك منه فالسؤال يقول ما هو التدريب؟ ما هو التدريب؟ والآن أنا فتحت المحادث المايكات المحادثات ما نبغى نفتحها ما هنكتب شيء على العام فاتفضل الله يحفظكم ما هو التدريب؟ عرف التدريب لو أحد سألك عن التدريب ماذا تقول؟ إلا عنده جواب ممكن يرفع يده ويعطينا الجواب نتناني على اسمه ويعطينا الجواب فكروا وأعطوني الجواب تفضل يا أستاذ سعد السلام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته بالنسبة سبزكي حق تعريف التدريب هو مجموعة من المهارات التي اكتسبها المتدرب من أجل تحويلها إلى ممارسة في الميدان يا أستاذ سلام جميل جداً رائع ذاك الله خير أستاذ أرانيا أعطيك العافية أستاذ أرانيا تفضلي المايك عندك في الجهاز أو في المايك أضغط عليه طيب أستاذ اعتماد أظن اعتماد أستاذ اعتماد أستاذ اعتماد تفضلي طيب التدريب عبارة عن مجموعة من المهارات من الجهود والنشاطات التي تساعد المتدرب على اكتسب المجيز من المعلومات والمعارف والمهارات والخبرات التي تحسن وترفع من مستوى أداؤه وتحسن منها ويستفيد منها في عمل الحالي وتتعداه إلى عمل المستقبل جميل جداً واتطوره مهنياً جميل ذاك الله خير شكراً الله يحفظ فضل يا أستاذ أسامة زاد فضل فكتور الثالث هو وسيلة التدريب هو وسيلة يعني تحسين أي مجال من مجالات الحياة يا سلام مجال العمل أو أي مجال آخر وتساعدك في حياتك سواء بالعمل أو بالحياة الشخصية جميل جميل جداً إذن التدريب يكون تقريباً يكون هو تغيير تحسين أداء تغيير مفهوم إكساب مهارة وأقوى حاجة في التدريب إيش هو ماذا تتوقعون يعني إيش تتوقع أقوى حاجة في التدريب فضل يا أستاذ أسامة التطوير تطوير المهني لا أقوى أقوى حاجة في التدريب وأصعب حاجة في التدريب على المدرب أصعب حاجة يقدمها المدرب والتدريب يسوي هذا الشيء يعمل هذا الشيء فهو أصعب شيء فضل يا أستاذ أبونيرة التأثير التأثير تأثير على المتدربين وتغيير معتقداتهم ونظرتهم للموضوع اللي قاعدين تدربون جميل جميل جدا صد لي أستاذ وجدي يا دكتور الأسلوب والإقناع أهم شيء لا في حاجة أنا أقصد أنه في شيء في التدريب ده حين التدريب تغيير سلوك واتجاهات وما إلى ذلك في مستوى كده عالي جدا في التدريب ما يوصل لكل مدرب أنا أعترف يعني ممكن أنا ما أقدر أصدق أي واحد ممكن ما يوصل لأصحاب الخبرات والناس ما هو أقصى حاجة في التدريب اللي هو يضغان المهارات لا المهارات ممكن أنا أدربك مرة اثنين تلاتة سلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلام ورحمة الله وبركاته ما عليش ما رفعت يدي بس أنا أقول إتقان الأثر إتقان الأثر يعني أنه يترك أثر في المتدرب جميل جميل حلو أستاذ السعادة تفضلي يترك أثر في المتدرب هذا أنا أعتقد أنه هو الليفل العالي جدا أنه يتأثر بك المتدربين جميل ويقتدون بك حلو تصل الفكرة أستاذ السامة شكرا طيب طريفة فهد طيب منيرة سلام سلام رحمة الله تفضلي يا ساتري يا تتقى في نفس يعزز الثقة في النفس يعزز الثقة في النفس حلو جميل يعني لما تكون عندي ثقة في نفسي أعطيها للمتدربين الماي جميل جدا جميل جدا طيب شكرا الله إذاكم بالخير إذن أقصى حاجة في التدريب إلا هو تغيير المعتقدات واحد عنده اعتقاد صعب جدا إلا هو تغيير المعتقدات والقيم القيم كده تيجي عنده فاليو قيمة للشي فمستحيل إنك أنت تعطي برنامج تدريبي لمتدرب تقوله تعال أنا أجي تعال نعطيك برنامج تدريبي في كيفية تغيير سلوكياتك في المال تمام في الفلوس يعني كيفية صناعة أو كيفية تصنيفة الميزانية أو الميزانية حق البيت قديش برامج كثيرة بتتكلم عليها على الموضوع ده تمام صعب جدا إنك تغيرهم كل الله يأخذ البرنامج يأخذ البرنامج ويطبقه بعد ما يخلص يرجعتاني زي ما مولايا كما خلقتني زي ما هو يرجعتاني السبب السبب إنه عبارة عن قيم زي الأشخاص اللي صانعوا أو عملوا عمليات التكمين بعد فترة يرجعتاني سمين بعد فترة يرجعتاني سمين لماذا؟ لأنه هم غيروا المكينة غيروا الدخول غيروا الأجزاء غيروا لكن لم يغيروا القيمة الفاليو ما تغيرت قيمة الأكل عند الشخص السمين جميلة جدا ومرتفعة فتسبب عنده يعني لما نكون زعلان يأكل لما نكون طفشان يأكل لما نكون مدريز يأكل فهذا عنده الأكل عالي جدا فعشان نعمل له تخصيص ما نعمل له عملية قفلة المعدة وقصخة وما إلى ذلك وتكميم وما إلى ذلك هذه كل العمليات خطأ كل الصحيح هو اللي يسموها باللغة الإنجليزية لو تقدروا تكتبوها باللغة الإنجليزية تكتبوه اسمها Mindful Eating Mindful Eating كيف تأكل دماغك فل هنا Mindful الدماغ هو الأساس لعملية التنقيف وعملية فنتكلم على التدريب الآن نتكلم على التدريب فالتدريب إكساب سلوك تغيير قناعات تغيير سلوك تغيير اتجاهات كلها تجي لكنها مستويات إكساب مهارة ممكن أنت تكسب مهارة الرسم نجيبك ونتدربك مرة اثنين وثلاثة وتروح البيت تدرب اتكسبت المهارة دي لكن أنت الآن تخسر أكثر تدخل على مجرات أكثر طيب خلينا نشوف هنا التدريب عن بعد وأنا اتكلمت هنا في بعض البرامج أو في بعض الأشياء الموجودة هنا أنه ترى الإنترنت هنحتاج أنه بداية برنامجك التدريبي لازم يكون مقسم إلى ثلاثة برامج أو ثلاثة أجزاء التشويق وتقديم المحتوى والنواتج هنحتاج أن نقسمها الثلاثة هذه الآن لما تجي تطالع في الحقائب التدريبية اللي موجودة اللي كلها منتشرة وموجودة الآن في السوق تفتح الحقيبة التدريبية تبقى تدرب أنت كمدرب تمام؟ قالوا لأخذ هذه الحقيبة التدريبية بتدرب عليها تفتح الحقيبة التدريبية تقول الآن المتدربين يتناقشون في موضوع اللي هو تعريف التدريب طيب إحنا الآن أونلاين كيف حتناقشه مع أونلاين؟ فتصبح مهارة لازم لها تغيير يعني لازم تغيير بعض البرامج أو بعض المدربين يعانوا يعانوا من إيش؟ أنه ما حد يتكلم معك ما حد يكلمك ما حد يتحدث معك أغلب السبب لهذا أنك أنت ما بدأت معاهم صح طيب كيف أنا أبدأ معاهم صح؟ أبدأ بالمرحلة اللي أقول عليها اللي هي مرحلة التشويق لازم تبدأ بمرحلة التشويق لازم تشوق المتدربين لازم تشوقهم طيب كيف أشوقهم؟ أشوقهم بالألعاب وأشوقهم بالأشياء اللي حنقولها مع بعض بعد شو حنقولها للتشويق تمام؟ تمام؟ بعد ما تقدم التشويق الآن لما تقدم المحتوى تمام؟ الكل بيشارك معاك الكل سيشارك الجميع يشارك يعني العدد تقريباً 100 شخص أو 20 شخص العشرين كلهم تقريباً 18 يشاركه تمام؟ بعض المتدربين أو بعض المدربين يقدم البرنامج ويعاني من هذه المشكلة فأنا نصيحتي له أنا نصيحتي له إنك أكثر وقتك في برنامجك التدريبي أقضيه فين؟ أقضي هذا الوقت البداية الربع ساعة النصف ساعة فقط في التشويق ألعاب وأسئلة ما لها علاقة بالتدريب نهائياً ليس لها علاقة بالتدريب عشان أنا أبدأ أتقبل منك وأبدأ أتكلم معك هذه الفكرة الضرورية في التشويق ثم بعد كده تقديم المحتوى وتقديم المحتوى يعتمد عنك ما بس تقدمه باوربوينت ما بس تقدمه بشكل واحد لازم يكون متنوع في كتاب هلا إلا قدمته اللي اسمه التطبيقات الرقمية في الصفة المتمايز الصفة المتمايز إيش نقصد به نقصد أنه ترى الناس مقتقسمين الناس متمايزين فإنت لازم تتمايز في تقديمك يعني أنا ما أقدر أقول لكم الآن أنا سألت سؤال صح؟ أنا سألت سؤال إلا يجاوب تقريبا عشر أو عشرين طب في ناس تبقى تكتب في ناس تحتاج أنها تكتب ما تبقى تتكلم فإنت لازم تلبي يبغي يشارك كده أعطيهم أكثر من مجال المجال الثالث إلا يبغي يرسل لي واتساب إلا يبغي يجيني على التليجرام فإنت الآن التدريب عن بعد أصبح مرعب بصراحة يعني إنت الآن التدريب عن بعد عندك أدوات كثيرة جدا تحتاجها أدوات كثيرة جدا إنت الآن بتعمل أكثر من عمل أنا الآن إلا بنتسوي الآن إيش إلا بنتسوي الآن أنا بقدم برنامج تدريب صح لكن في الحقيقة أنا أعمل إدارة لعملية التدريب لما نكون أمام المتدربين لما نكون أمامي بس أتكلم معاهم أشوف هذا من شغول أشوف هذا وأمامي الآن أنا ما أعرفكم كل واحد في داره فدوري الآن أكبر تمام الشاشة لازم يجيب شاشة تانية أستاذ أستاذ زكي أستاذ الفاضل إلي تصحيح لي أنا عندي معلومة أنه التدريب يعني قسمين أو مهو قسمين يعني له توجهين التوجه الأول الدورة وهي التي تقوم يعني تقوم هذه الدورة على المدرب فقط تمام وقليل من المشاركات أما ورشة الآمل هي التي تقوم على المتدربين المدرب فقط يدير الحوار ورشة العمل هو اللي يدير الحوار صحيح ما اقترفنا بس التدريب الأول اللي قلت إنه هو فقط للمدرب هذا خطأ التدريب التدريب يكون بينك وبين المتدربين ما يجي إنك أنت فقط اللي تكون اللي هو يسموه تيتشيرتوك بس أنا اللي أتحدث والبقين كلهم ساكتين ما صار تدريب هذا صارت محاضرة ففي فرق بين التدريب وبين محاضرة المحاضرة اللي يجيبوني أنا أنا أروح محاضرات فيجي يقول لو سمحت بقى تعمل لنا محاضرة لأولياء الأمور عن التقنية الحديثة فأجأت أتكلم معاهم سلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما أطلبوا منهم أسئلة لأن بعضهم يخجلوا مع أولياء أمور فما تدري رجل امرأة ولد صغير مين وليا الأمر ما تعرف فهذه اسمها محاضرة أما إذا أنتم ساكتين زي ما أنتم الآن ساكتين وما أحد بيشارك فما ينفع لازم أحرككم نحن نتحرك شوية فهذه وجهة نظري إن شاء الله وضحة الفكرة تمام طيب ماذا أحتاج لكي أبدأ تدريب لكي أجعل تدريبي ممتعا أجعل برنامجي ممتع إيش أسوي ماذا إيش الأدوات اللي أحتاجها تمام في أدوات يعني أنت لازم تكون مستمتع بالشي ده لا تكون مرن كده لا تكون جامد كده وما تقدر تتحدث وجالس لوحدك تمام فأهم مهارة بالنسبة لي أنا وجهة نظري ترى يا أخوان كل اللي أنا بقوله وجهات نظر أنا من العام الماضي أنا من أول أدرب خلاص لكن العام الماضي لما بدأت فترة كورونا صرت يعني أدرب بأكبر قدر ممكن من البرامج التدريب ما قد تسوي التدريب من العام لسه أنا قد اللي مر علي في حياتي كله لأنه العدد مرة كبير ولا صرت ما أحسب كم قدمت وصرت ما أحسب العدد بصراحة معليش تمام فأنا من وجهة نظري الكلام كل اللي بقوله سواء أنا اتفقتوا ما اتفقتوا ترى ما نختلف إحنا قوان وأنا أحبكم وأنتوا تحبوني إن شاء الله في الله فهذه نصيحة لا أقل ولا أفتر برنامج كله عبارة عن نصائح كده وتوجيات ممكن يعني ما ترغب فيها ممكن تختلف معايا بس أعطيني وجهة نظرك فالمايكات مفتوحة فاللي يبغى يفق ويسأل على طول طيب ماذا أحتاج عشان أخلي تدريبي ممتع تمام ماذا أحتاج أعطوني كده أشياء قبل أن أعطيكم من اللي عندي أعطوني إيش تحتاجه تحتاج إلى شبكة انترنت حلو ومتاز بالمايك بالمايك افتح المايك وقول عادي ها شباب شبكت تحتاج إلى تشبك حلو في البداية نقصر الجمود إما بلعبة أو بتعارف ما عليك سامحني أنا أتكلم على الأدوات على الملموسة الحاجات الملموسة أحتاج اتصال بالإنترنت يعني لازم لي كده سل تجيش مكنت حلو ويش كمان أحتاج هادي سؤالي كاميرا تسجيل شاشة أحتاج كاميرا حلو جميل المادة العلمية أحتاج المادة العلمية تكون مطبوعة بي دي اف لأنها عرضها على الناس جميل طريقة آه نت جيد أحتاج إنترنت جيد حلو المايك مكان مناسب جميل جدا مكان مناسب وهادي أحتاج مكان مناسب زي ما أنت شايف أنا فين جارس شي شنان هذه خلفية افتراضية أحتاج جول إعلان إعلان للدورة إعلان للدورة جميل جميل جدا جميل جدا سماعات أحتاج سماعات جميل حلو طيب خلينا ناخدها كده وحدة وحدة خلينا ناخدها خطوة بخطوة تمام خلينا ناخدها هنا خطوة بخطوة أحتاج أول حاجة جهاز مكتبي أو جهاز محمول لازم يكون عندي الجهاز على i7 ولا i5 لازم يكون شوية جهاز قوي ما أجيب جهاز أو أجيب جوال يا ناس فيه جوال يبغي يدرب به كيف تدرب بجوال صعب 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 جدا أنك تقدم برنامج تدريبي بالجوال فيه البعض يبغي يدرب الجوال وفيه البعض يبغي يدرب بالايباد فيعني يفضل أنك أنت بيتقدم برنامج تدريبي يفضل أنك أنت يكون عندك جهاز لابتوب صاح شوية قوي تمام؟ شوية قوية يعني i5 i7 ذاكرة قوية ذاكرة يعني زي كده من الحاجات المهمة جدا هذا أولا ثانيا تحتاج الثلاثة الأشياء هذه اللي موجودة أمامها حلو؟ فنجي هنا نأخذ الأشياء المهمة أول حاجة أول حاجة نحتاجها اللي هي اسمها cam cover cam cover هي عبارة عن غطاء يركب على الكاميرا اللي موجودة عندك في الجهاز على اللابتوب وتحتاجها عشان بس تكون قدامك على أساس أنها تقفل الكاميرا يعني لا تفتح نفسك يعني انت الآن كده أنا جالس هنا الآن كده جالس وفجأة أحد دق الباب فين أنا أخذ الماوس أشيل الماوس هذه وأقعد أدور على الكاميرا أو أجعل الكاميرا بأصباعي كده الصغير وأعمل سلايد أقفلها هذه اسمه cam cover إذن أسهل لي وأسرع لي في الانتقال إن أنا أقفل الكاميرا شوف قفلتها وفكهتها دفلتها وفكهتها سلايد كده سلايد مزلقانة وحاجة دي كده يمشي كده على الكاميرا هذي يسموه cam cover موجود في الأسواق يعني من يمكن تشتره هذي أول حاجة الحاجة الثانية اللي برضو تحتاجها اللي هو يسموه هيدفون 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 يعني سماعة كبيرة لا تستخدموا سماعة ليش؟ الجوال الصغيرة دي لأنها مؤذية للإذن وقريبة من الإذن وما إلى ذلك فتحتاج إلى سماعة كبيرة جدا سماعة كبيرة جدا سماعة كبيرة للإذن زي هذي كده مثلا أي نعمية غالية أو حاجة لكنها مهمة جدا في التدريب مهمة جدا في التدريب سواء بسلك أو بيو اس بي أو او ايش يسموه هؤلاء بالبلوتوث تمام؟ سماعات هيدفون هيدفون تمام؟ بعد كده نحتاج إلى إيش؟ نحتاج إلى يو اس بي مايك يو اس بي مايك يو اس بي مايك يعني إيش يو اس بي مايك؟ يعني مايكرافون يو اس بي لا تعتمد على الماكرافون اللي موجود في اللابتوب ليش؟ لأنه الماكرافون أو المايك اللي موجود في اللابتوب ضعيف جدا هذا أولا تمام؟ قد ما يكون لازم يكون ضعيف حلو؟ هذا أولا ثانيا ثانيا يجعل نبرة صوتك عالية فإنت تضطر عشان الناس يسمعونك أنت تضطر تتكلم بصوت عالي سامعين يا أخوان؟ والآن هنتكلم على التدريب والتدريب يتكون ما ينفع كده لما الإنسان أنت قدامك شخص أمامكم أمامك الشخص وأنت بتتكلم معاه وتحس الشخص رافع صوته إيش يعني أنه رافع صوته؟ بمعنى أنه ترى لذا رفع صوته فوق معناته أنه بيحاول يثبت الكلام اللي قاله لما أنا أتكلم بطريقة هادئة معناة أنا صادق من داخلي وأنقلك كلامي بطريقة جذعبة الآن إحنا بعيدين عن بعض في الإنترنت ففي بعضهم بيوصلوا الإرسال ضعيف وفي بعض بيوصلوا الإرسال صحيح فإنت لازم تعمل حساب لكلماتك التي تقولها وتعبر بيها ضروري جدا المدرب يهتم بموضوع الصوت ضروري فضلي في سماعات نفس اللي أمت لابسها ويجي مشبوك فيها مايك هذي كويسة ولا لا؟ كويسة برضو كويسة إلا لازم السماعة الوحدة ولا كويسة كويسة مقبولة بس إحنا نقصد أنه إنتي فين رايحة إلى فين؟ إلى فين رايحين؟ إذا أنت حتقدم فقط برامج تدريبية أوكي هذه ممتاز اللي قلت عليها اللي فيها المايك جميلة إذا أنت متجهة أنك أنت الآن إحنا نتكلم على تقديم المحتوى إذا تريد تسجلي أصوات تسوي مقاطع فيديو لازم يكون عندك مايك يو اس بي إنت الآن أصبحت مدرب حلو؟ المدرب الآن أصبح قناة الفيزيونية قناة إثاعية سمي ما شئت من القنوات إنت الآن الجميع يشاهدك والجميع يحتاج أنه يسمعك والجميع يحتاج أنه يشاهدك صوتك هذا أصبح ذهب يعني أنت تحتاج أنك تتحدث بطريقة بسيطة سمعته لما أنا بدأت المحاضرة إيش قلت؟ بدأت بجملة صح؟ فالجملة هذه مهمة جدا أنك تبدأ بها التدريب فعطوني كده جملة تدريبية أدوني جملة ترحيبية بالمتدربين اللي بغا يرفع يده الله يحفظكم عشان العدد شوية كبير اللي بغا يرفع يده عشان إيش؟ عشان بس نشوف اللي بغا يقول أبغا تقول لي جملة ترحيبية تفضل يا أستاذة طريفة طيب أستاذ محمد بالقاسم إن شاء الله قرأت اسمك صحي أستاذ محمد أتفضل طيب أستاذ عبد المحسن أتفضل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللي هي جملة ترحيبية افتتاحية ولا جملة ترحيبية لا ترحيبية افتتاحية كيف تبدأ برنامجك التدريبي عن بعد أنا ممعلم وأبدأ برنامجي مع طلابي بالترحية بسم الله الصلاة والسلام على رسول الله حياكم الله أبنائي طلابي صباح هذا اليوم الجميل نسعد بكم وبمنحطر سوف نبدأ درسنا وهكذا يعني تمشي معايا وبعد أن أخذ المسائل كخطوة خطوة لا طيب أنا أنصحك أجربها جربها يصال ما إحنا لسه موجودين يعني الطلاب فيه موجودين في موقع اسمه موضوع دوت كوم تمام أدخل على موضوع دوت كوم أكتب الترحيب وأبحث حيجيب لك جمل جدا جميلة جدا عبارات ترحيبية حلو؟ هذه الجمل الترحيبية حاول أنك تقرأ منها وبعدين لما تقرأ منها حاول أنك أنت تضعها فين؟ تضعها جنبك كده صغيرة فتقول مرحبا عدد ما خطه الأقلام من حروف وبعدد ما أزهر بالأرض ظهور حياكم الله في برنامجناه لهذا اليوم فهمت الفكرة اللي أقصدها أمنياتي لكم بفائدة عظيمة فأنتم وهج للتواصل والعطاء في ظلال التدريب التربوي مثل كده هذه الجمل مليان جمل كثير جدا جمل كثير جدا لكن كل ما تدخل تقرأها عليهم تقرأها تحرحب بهم أختلف الترحيب فالترحيب مهم جدا فضلي أستاذ زينب تقول لنا عندي جملة نحن سعداء أهلا وسهلا نحن سعداء بتشريفكم فأهلا بكم عطرا فواحا ينثر شذاه في كل الأرجاء وأهلا بك قلما راقيا وفكرا واعيا نشتاق لنزفه وكلنا أمل بأن تجد الفائدة في هذا البرنامج التدريبي هذا اللي أنا أقصده هذا اللي أنا أقصد أقصد أنك أنت ما تقول السلام عليكم حياكم الله مرحبا أهلا وسهلا لا ديهم جملة وأكتبها أكتبها 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 أكتب الجمل كاتب الجملة وحططها هنا ما أعتمد على دماغي لا تعتمد على الذاكرة خليها هنا وقت ما تحتاج أنك ترحد بها أول ما تبدأ البرنامج أقراها أهلا وسهلا بكم هذه من ضمن الحاجات الفيزيكال الحاجات المهمة هذه الحاجات التي هي التي أقول لكم عليها لحاجات ضرورية جدا في التدريب عن بعد تمام إذن هذا الطيب اليو اس بي مايك هذا هو الفايدته إنه فيه زر تقفل ما حد يسمعك فبدل ما أبحث عن الماوس هذا برضو مهم جدا هذا واحد ثانيا بمجرد ما تشبك تحت الزارير دي الأسلاك على طول هو ينشبك على اليو اس بي وفي الجهاز حلو وأيضا حساس جدا للصوت فأنا أتحدث بطريقة بسيطة وسهلة وغير ممتنعة لأنني أنا سامع صوتي هنا السبب سبب سبب أنك أنت بعد ما تخلص البرنامج التدريبي تشعر بأنه صوتك وحبالك الصوتية ماتت يعني خلاص مرة متعب مات بتكلم أي إنسان لأنك طول الوقت صوتك عالي ومن تسامع المتدربين فالسبب هنا أنك أنت لما تستمع لهم حاول أنك أنت تركب المايك اليو اس بي بتسمعه هنا بيجيك آخر حلها هو مضبوط وضعك يجي تمام؟ إذن هذه هذا اليو اس بي مايك إذن نحتاج إلى نحتاج إلى ونحتاج إلى سماعة كبيرة تمام؟ أو زي ما قالت الأخت السماعة اللي فيها اللي فيها المايك هذه برضو جميل جدا لأنه المايك حيكون قريب لفمك فما تحتاج أنك تصرخ تمام؟ وأخطيراً نحتاج اليو اس بي مايك اليو اس بي مايك عندك في يتي بلو يتي هذا اللي عندي وفي عندك رود وفي عندك شور ثلاثة أنواع شور نكتب لكم الأنواع في عندك نوع هذا شور هذا هو النوع هذا شور شوفوا هذه الشركة معروفة هي حقة المساجد تمام؟ وأيضاً عندك اللي هو يتي يتي مايك هذا هو هذا اليتي مايك يتي يعني غول فهم ما جايبين غول أنا معايش يتي مايك تمام؟ وآخر واحد اللي هو رود ر او د اي مايك ر او د اي مايك هذا اللي يركب عادة فوق الكاميرات لكنه جداً رائع في منه أنواع أخرى كثيرة هذه أنا أتكلم عليها أدوات أنت تحتاج إلى أدوات تمام؟ إذا أنا تكلمنا على الترحيب طيب الآن أنا إيش أحتاج كمان؟ أحتاج للظهور أمامكم أحتاج أن يظهر أمامكم ليش أظهر أمام المتدربين؟ من يجيب؟ من يجيب؟ اللي يجاوب اللي بجاوب يرفع عيده لماذا لماذا يجب على المتدرب أن يظهر أمام المتدربين؟ ليش؟ عشان الثقة عشان؟ الثقة الثقة تفضل يا سيد ساما؟ يا سيد تواصل العيون يعني تواصل إحنا الآن اختفينا أمام المتدربين فيحتاج أن يشوف وجهي ويشوف كلامي ويشوف حركتي ولما نتكلم يجلس كده ونرح على وضع خلص كده ويحط القلم وتكلم نعم أكيد فعلا ممتاز جميل وضعك ممتاز تمام؟ يحتاج يشوف الابتسامة في وجهي حلو تفضل يا سيد رازان؟ يحتاج أن يشوفوا ملامح تعابير الوجه ملامح تعابير الوجه جميل جدا الغضب الانفعال هذه الحاجات اللي اختفت حلو جميل أستاذ عبير اتفضلي أستاذ عبد المحسن اتفضلي التواصل طبعا لكن فيه إضافة بسيطة التواصل البصري تقريبا يمكن يجي أريحية للمتلقي أفضل تواصل مع نفس المات جميل جدا تخيل لما أنا أقول لكم أهلا ومرحبا بكم والسلام عليكم في برنامجنا لهذا اليوم بهذا الشكل تقبلك للموضوع غير لما أنا أفتح الكاميرا كده وأتكلم معك وطبعا أكيد أكيد تهتم بيش تهتم بالخلفية الافتراضية تهتم بالخلفية الافتراضية كل شوي يتغيرها يعني تيجي هنا فوق في الأعلى وتيجي على تأثيرات تطبيق تأثيرات الخلفية وتقول لهم مثلا يلا كده تطبيق ممتاز أديتهم ريحية تانية أديتهم شكل تاني تعود المتدربين إنه فقط يشاهدوا عرض باوربوينت كيف أنت تظهر أمامهم بهذا الشكل لو أنت بتشتغل بالزوم أو أنت بتعمل بالزوم أنا شغالين على الزوم صح؟ أنا حملت التيمز المجاني وشغلت الكاميرا في التيمز وقبل ومشي معايا لو أنا شغلت الآن شوف معايا الآن أخليني أقفل الكاميرا في التيمز وأروح أفك الكاميرا في الزوم تمام؟ شوف أنا الوضع كيف حق الزوم الآن شوف شكلي كيف الآن شايفين شكلي كيف صار؟ يعني موجود أي نعم بس أنا موجود صغير في مربع صغير تحتك في اليمين أو فوق فأنا كمدرب كيف أظهر أمامهم أظهر أمامهم أني أفكر كيف أحل المشكلة أنا قاعدت أفكر كيف أحل لقيت أنه البرنامجين يقبلوا بعض بس لازم أقفل كاميرا وأفتح كاميرا ما ينفع أن أفتح كاميرتين أنتبوا ما ينفع أن أفتح كاميرتين فالآن شوف أنا أقفل الكاميرا حقا الزوم واجأ أفتح كاميرا التيمز وعمل مشاركة للشاشة بالزوم كده الآن أنا أقدر أقدم برنامجي بطريقة مريحة ويستمعوا إلي ويتكلموا معايا وأخذ معاهم في الكلام وبرضو من ضمن الصدق في الكلام الصدق في الكلام إذن عشان اختفاء الناس أو اختفاء المتدربين أو اختفاء المتدرب وإحتاج أنهم يظهروا معايا يجب على المدرب أن يظهر أمام المتدربين يجب عليك أنك تظهر أمامهم والكلام هذا يطبق على الطلاب والمدارس يجب أن يظهر المعلم على الطلاب إلى الآن أبنائي عدوا فصلين دراسية عن بعد ولم يشاهدوا ولم يروا المعلمين ما شفناهم أولادي ما شافوا معلمهم ما يعرفوا أنا ما أقول معلمات أقول معلمين تمام ما شاهدوا فصعبه يا أخي صعبه صعبه أنك تدرس بهذا الشكل أو تدرس بالباوربوينت طوال الوقت ما في أي حصة دراسية أنك تظهر أمامهم صعبه جدا جدا صعبه فمن وجهة نظري من وجهة نظري أن ظهور المتدرب أو المدرب أمام المتدربين يعطي أريحية كبيرة للبرنامج التدريبي لو سمحت يا أستاذ طيب بالنسبة للمتحجبات يعني إيش في حال ممكن غير أنهم هم يطلوا يعني وجههم والله في حلول كثيرة عندك في برنامج اسمه اسمه موجود هنا في الكاميرات دقيقة اللي هو الكاميرا الافتراضية تمام خلينا أشغلها بس إن شاء الله شغالها كاميرا هنا فوق هنا الكاميرا الكاميرا في برنامج اسمه Lumi Live Lumi Camera Lumi Live Camera تمام Lumi Live Camera خلينا نقفل كده الكاميرا شوية دقايق تمام وخلينا نيجي هنا نقفل التأثيرات الخلفية ونقول له بدون تأثيرات وتطبيق لومي لايف هذا البرنامج حلو خلينا نشغله أوريكم يعني شوف أي شي يجرب يا أخوان لا تخلوا مجال التدريب لومي لايف هذا هو تمام تطبيق اسمه لومي لايف بعد ما تشغل التطبيق وتحمله عندك في الجهاز تختار شخصية من الشخصيات اللي انت تحبها تمام شخصية من الشخصيات اللي موجودة عندك سواء رجال أو مرأة أو ما إلى ذلك تمام نقفل ونشغله ثاني فيعطيك هذا البرنامج يعطيك شخصية يعطيك شخصية خلينا نروح كده على الموقع نركمه في الموقع أحسن يمكننا في مشكلة عندي أو حاجة لأنا ما جربته ما شك ما حبه لومي لومي لايف لومي لايف تمام لومي لايف عطي يديك شخصية ثلاثية لأبعاد تحرك فمها نفس الحركة اللي انت تحركها ففي أشياء كثيرة ممكن تشتغل بي الأخوات الأخوة المحجبة ممكن يعني تظهر أمامهم بس ما أتوقع أنه تتحملوا يعني أنكم أنتم تشغليها فهي صعبة شوية لكن هذه وجهة نظر يعني ممكن تستخدميها وممكن تلبسي الحجاب وتظهري أمامهم بالحجاب بس ما أتوقع أنك تسويها صعبة صعبة تمام خلينا نشوف لنا شكل كده الغرفة كده حلو نغير البيئة شوية نديكم شوية بحر تمام حلو فهذه هي اسمها لومي لايف تقدروا تجربوها بعدين طبعا ما ظهرت هنا لازم أجي هنا على لازم يكون عندك شوية مهارات تيجعلها إعدادات العرض وتيجعل الكاميرا حقاة لومي لايف وتقول له ويب كام الكاميرا العايدية شغلك هي ففي حاجات كده كثيرة في واحدة ثانية في برنامج تاني اسمه كاندي برضو كاميرا كاندي كاميرا برضو تعطيك حاجات أخرى إضافية للشكل نعم فعلا صدحنا تقول حتى الدكاءة حتى المعلمات يعني لو استخدموا العرايس استخدموا أي شكل بس يعني عشان يظهر أمامهم في يوم من الأيام مرة صعبة ولا أنا أشوفها من وجهة نطري جدا صعبة 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 جدا إنه ما تظهر كمدرب أنا أتكلم على التدريب إذا بدأنا بالتدريب وبعدين جينا على المتدربين وبعدين جينا على المعلمين يمشي الوضع تمام؟ يعني إحنا بالله الآن أسألكم سؤال كم ملتقى سووا في المملكة؟ كم ملتقى عن بعد سار؟ يمكن أربعين ولا مية صح؟ مية ملتقى سووا صح؟ كم من الملتقيات ظهر المددربين أو ظهر الشخص أمام الناس؟ بشكل بسيط على قدهم وما يظهر إلا كلهم كلهم باوربوينت كلهم بيحضروا الملتقيات باوربوينت فقط ما يظهر المدرب أو الشخص اللي حيتكلم ولا صاحب ورقة العمل لازم صاحب ورقة العمل يظهر أمام المتدربين والناس اللي بيتحاضر ويتكلم أنتوا الآن نقلتوا التدريب من الغرف إلى أونلاين فلازم يختلف البيئة ولازم نختلف أنت ما أنت مستعد مو لازم تظهر أعتذر لازم تظهر أمام الناس طيب نرجع نكمل برنامجنا نأخذ الورقة إذن نحتاج إلى مايك وكيبور طيب بعد كده ننتقل إلى الألعاب في ألعاب كثيرة تقدر تستخدمها في بداية البرنامج التدريبي ألعاب كثيرة جدا كثيرة تمام فعلى سبيل المثال لو جينا على صورة من الصور أنا يجي هنا كده كيف تسوي مثلا اللي هي دي اسمها صورة مكبرة حلو صورة مكبرة توقف العرض كده تسويها يعني أوريكم الطريقة طريقة تفعيلها طريقة تفعيل اللعبة اللي اسمها صورة مكبرة بعدين تروح على جهاز الكمبيوتر وتبحث على مجلد فيه صور أنت من أول طبعا مجهزة أنت مجهزة الصور عندك تمام؟ الصورة نحطتها هنا طيب ثقيقة بس عشان نجيبها تمام؟ وباتجراوند وهذه الصورة الخلفيات بعد ما تظهر الصورة تمام؟ تكبرها تعملها تكبير كده كبير جدا الصورة وتبدأ إيش؟ وتبدأ تسألهم ماذا ترون حالو؟ اللي أنا بس ناخد صورة كده كبيرة هنا تمام؟ أكبر الصورة طبعا أنتم ما أنتم شايفين أي حاجة الآن تمام؟ ثم بعد كده أرجع للزوم أرجع للزوم مرة ثانية وأعمل مشاركة للشاشة يلا ماذا ترون؟ أبدأ أسألهم الآن تهمت الفكرة؟ تهمت الفكرة؟ الآن أسألهم يلا جاوبوني ما إيش شايفين؟ إيش شايفين يا شباب؟ شايفين جبل حيلو إيش كمان؟ بالمايك 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 واحد يفتح المايك يساعدنا وإيش شايفين كمان؟ بالمايك يا شباب لنقفر المايك عليكم لا مفتوح قول هات يا سيد أحمد هذا عبير مسبح مسبح جميل جدا مسبح جميل جدا ومنظر وإطلالة جميلة جدا إذن أنا أقدر أقدر أحط لهم صورة طيب هذه الصورة الآن يعطوني أجمل تعليق على هذه الصورة مكتب مكتب تدريب عن بعد سيد محمد هات جميل جدا حلو غيره إذن هادي هادي إيش هادي إسمعها صورة مكبرة جميل جدا صورة مكبرة اسمع صورة مكبرة تفضل حبيبي سيد أسامة بداية اليوم جديد بداية جميلة جميل حلو حلو جميل طيب عندنا طلبك جاهز طلبك جاهز يعني أنت يفتح الكاميرات معاهم وتقول لهم لو سمحتوا أعملوا لي أي حاجة طلبي جاهز جرح أذهبوا وجيبوا لي مثلا تفاحة جيبوا لي مثلا برتقال موز أي حاجة مثلا أقول مثلا مثلا أقول كباية شاهي أنا جبتك كباية الشاهي ممتاز يا سلام عليكم حلو طيب مين يقدر يجيب لي كتاب واحد يقوم يجيب كتاب الآن أصبح الوضع في التدريب أن المتدربين جالسين على كراسيهم فأنت تحاول تخليهم يقوموا يتحرك بس مين تتحاول تحركهم يتحركوا لمن يقبلوا أنهم يفتحوا الكاميرات فتح الكاميرا صعب جدا على المتدربين من خبرة السابقة أنا كنت أعاني أو كنت أزعل أنه محد يقدر يفتح الكاميرا ليه أجمع تفتح الكاميرا كنت أصر بعدين خلاص عقلت يعني الحمد لله كويس أني عقلت على يعني اللي حكتوني هنا يعني فيت شوية عقل كويس نعم؟ فيعني تكون الطلب تفتح كاميرا من المتدرب صعبة جدا 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 من المتدرب صعب جدا أنت تشوف أنا أشوفها سهلة أنا بالنسبة لي أشوفها سهلة لأنني تعوت على شكلي وأنا أتكلم لكن أنت صعب أنك تشوف وجهك ونت تتكلم زي اللي يسجل صوته ترى لما تسجل صوتك وتسمعه صعب جدا تحس بمعاناة وأنه جدا حاجة غريبة فهي زيها بالضبط يعني ففي بعض الألعاب ممكن نعملها وفي بعضها ما نقدر نعملها أحد يقدر يجيب لنا حاجة يورينا؟ أي حاجة يفتح الكاميرا بس أحد يقدر يفتح الكاميرا يورينا شيء؟ أو صعب عليكم؟ المهم طيب بعد كده عندنا الفكرة الثانية إلا هو ما هذا الصوت؟ فتجيب كده تقفل الكاميرا وتسألهم ما هذا الصوت؟ يبدأ واحد يجاوبك إلا هو يقول لك مثلا صوت الكاسة تمام؟ جيب حاجة ثانية تقطق فيها أي حاجة طلع لها صوت وأسألهم ما هذا الصوت حلو؟ طيب أيضا عندنا اقرأ شفتي اقرأ شفتي تقفل المايك وتبدأ تتكلم معهم آه مين شايفيش باقول آه وجهة يجب طيب طيب اللعبة دي نلغيها حلو مبدأ طيب نشوف اللعبة اللي بعدها طيب اللعبة اللي بعدها موهوف في القروب موهوف في القروب معناته طلع المتخبي أو المستخبي في المجموعة يلا الآن فكوا افتحوا معايا افتحوا معايا مجموعة الواتساب اللي موجودة عندكم تمام؟ أي واحد يفتح لنا المجموعة الواتساب اللي عنده أي مجموعة الواتساب عندك ما شاء الله تبارك الله ونبغى يشارك مشاركة صوتية نبغى نسمع الأصوات فخلوني أنا مثلا نسمع كده الكلام أهلا بمن أتى بتحية وسلام أهلا بكم وحياكم الله جميعا في هذا اللقاء الرائع يا الله أي حاجة عندك بس حزينة شيء يدينا خبر عشان نعرف عشان يعني نتجهز تفضل يا أستاذ سعاد اللي بغى يرفع يده ها اللي بغى يشارك ما يرفع يده أستاذ سعادة تفضل دكتور زكي بالنسبة بالنسبة للي قلتها سابغا أغرى شفتي نقدر نستخدم مثلا تطبيق أموجي نعم نعم نقدر صح ولا لا يعني ما تكون سخصية نسائية تكون بالأموجي نعم سلام ونفس المتدرب يعني يقدر يستنتجها ولا أكيد 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 كلامك صحية 100% الله يزيك بالخير شكرا ها حبايبي اللي يبغى يشارك يرفع يده يفتح الواتساب يلاقي رسالة حزينة رسالة نصيحة رمضان نهاية شعبان أي حاجة يقرأ لنا هي من يستطيع طبعا أنت لما تطلب منهم عاد الله عينك انتظر أن يقرأوا انتظر ألين واحد فيهم يعلق الجرس يعني أنت فاكر القصة فاكرين القصة قصة إيش فاكرين القصة؟ ولا ما أنتم فاكرينها؟ في قصة اللي هو عندنا مشكلة اللي هو مشكلة فئران وفي قط كل يوم يجي أكل فار كل يوم يأتي وياكل فار فاجتمعوا الفئران في المساء تمام؟ فقالوا لازم نعلق جرس في رقبة القط عشان نعرف نعرف إيش؟ نعرف ميتة يجي فنستخب لما نيجي حلو؟ كلهم طالعوا في بعض فمن يستطيع أن يعلق الجرس فأنتم الآن كلكم يتنظرون إلى بعض من يستطيع أن يعلق الجرس ويسمعنا الصوت صد لي يا أستاذة نورا أستاذة نورا ستعلق الجرس يلا أستاذة نورا طيب ستادة الدوسري مدلو لها الدوسري ستادة سحرة تفضلي مدلو لها الدوسري مدلو لها الدوسري عادي أي مقطع مدلو لها الدوسري مدلو لها الدوسري ما سمعنا شي ترى أنا نمت ها في شي المشكلة مو طالعها صوت عشان يعني طيب معلي ما في مشكلة إزاك الله خير المهم أنك شاركت الله إزاك بالخير ميمي ام اي ام اي تفضلي أي مشاركات صوتية يا شباب يعني ما أقول لما عندكم مشاركات صوتية ما لي أنا أفتح لكم الواتساب اللي عندي يا ساتر ها تفضل افتح لكم التطبيقات ها نشوف هذه كلها ها تفضل هذو الشباب كلهم يتكلموا على يعني شوف مثلا هنا عندنا في دوبة ما رسلوا لي خبر الشباب وما تعرف انت الشباب كيف يرسلوا خبر يلا نجيب خبر هذا الخبر رسلوا لي هو الشباب سيد محمد اتفضل عندك مشاركة طيب شوف الخبر هذا يشي يقول الاتحاد الدولي للنقل الجوي تطبيق تصريح السفر الرقمي ينطلق منتصف ابريدي على منصة أبل بس كده خبر بسيط حاجة كده بسيطة هو تقرأ لي رسالة كبيرة نبقى نسمع أصواتكم أي مقطع من الواتساب من أي مكان من جريدة من أي حاجة موجودة أمامك السلام على الضاحكين وفي قلوبهم سنين البكاء أولئك الذين قرروا العيش ولم تحالفهم الحياة سبعة جميل جميل بلاك الله خير بلاك الله خير طيب خطوة ثانية تيجي هنا على الكاميرا وتقول تطبيق تأثيرات الخلفية وتقول له أبغاها بدون تأثيرات تقول تطبيق حلو الآن لما تفتح الكاميرا تجيب جهاز اللي هو الميكياج العلبة حقا الميكياج وتضعها على الكاميرا حلو وتقفلها تضعها على الكاميرا كده زي ما أنا حطيتها الآن تمام بعد كده تفتح الكاميرا ما فكرنا طيب معنا شي نفك الكاميرا ونحطها نفك الكاميرا بعد نحطها للمرايا حلو الآن المرايا جات على الكاميرا أشتري اللوح داي اللي عند من عند جرير أو من أي مكتبة ومعها القلم وأبدأ أخمن معاهم أقول لهم ماذا رسمت حلو ماذا رسمت يلا قلوا لي ماذا رسمت أحد يعرف ماذا رسمت هيا شباب ايش رسمت قوب قهوة قوب قهوة يا سلام قوب قهوة جميل جدا طيب يلا حاجة ثانية نرسم حاجة ثانية ما حرفت لسه ايس كريم ايس كريم او كوب كيك كوب كيك كوب كيك حلو فتقدر ترسم أشياء كثيرة تكون تلعب مع المتدربين عشان بس الفكرة الأساسية من البرنامج أو من هذه الفكرة مرحلة التشويق لما أنا أجي أرسم حاجة وأخليهم يكتبوا يتكلموا أبغاهم إيش أبغاهم يتكلموا هذا الهدف الأساسي مو اللعب لا والله مو اللعب بس يعني إيش أبغاهم يتحدثون أبغا يتكلموا معايا فلما أنت تسكر سؤال كوب كهوة كوب كهوة تمام تبغاهم يتكلموا معاك لازم تشتغل هذه الشغلة لازم تجيب حاجة اسمها ماذا رسم كوب كهوة ممكن تبدأ بيها البرنامج ممكن تخليها في منتصف البرنامج لكن هم حاجة أن هي تكون شاهم نعناع عشاني طيب ممتاز نعناعها كده نوصل هذا كده ونجيب هذا الورقة حتى تلقه هذا الليبتون وهو موجود أمامك تمام؟ هذه الفكرة اللي هي اسمها ماذا رسمت؟ وطبعا أنت تتجهز برسومات كثيرة تنخل على الانترنت وتحاول تجيب رسومات زي هذه أنا ما رسمتها من دماغي هاي موجودة على الانترنت طبعتها وقعدت تلعب زيها عمل زيها نفس الأشكال واتدرب عليها لأني أنا كمدرب أحتاجها أنا كمعلم أحتاجها متى أحتاجها؟ لما نلعب اللعبة دي اللي هي لعبة الألوان تمام؟ عندك برضو هادي شوف هادي ورقة ثانية الجوال كيف ترسمه؟ الكاسة كيف ترسمها؟ العين كيف ترسمها؟ يعني مثلا الساعة كيف نرسم الساعة؟ شوف كيف نرسم الساعة؟ هلين نرسم لكم ساعة مثلا؟ الدائرة ترسم دائرة في المنتصف شوف معايا ترسم دائرة في المنتصف حلو؟ بعدين تضع خط هنا وخط هنا بعدين تضع مستطير صغير هنا مستطير صغير هنا وعليه دائرة مستطير صغير عليه هنا دائرة ثم تضع الساعة هنا بكل بساطة بس هي لها قواعد بسيطة اللي لازم تحفظ القواعد هادي لازم تحفظ القواعد كيف ترسم مheldبو ولا فكرة؟ دائرة. بعدين تحتها اربعة خطوط. تمام? وبعدين هنا في اللمبة اللي هي كده. هذي ميزة ميزة الرسم اليدوي التدوين اللي هو سكيتش نوت. ما في مهارة رسم. ما نرسام. لكن ابغى اوصل فكرة بطريقة بسيطة. بوصل فكرة بطريقة بسيطة استخدم الاسكيتش نوت. اجي كده اعمل مستطيل. اعمل مستطيل كده. وهنا اضع الدائرة الصغيرة. وخلاص جوالي. فافكاره بسيطة جدا. حاجات بسيطة جدا تتوصل للفكرة. وانت تحتاج احيانا تستخدم هذا الاسلوب في العرض برضو. ليش انا استخدم هذا في العرض? ليش انا اجي هنا اقول لهم يا اخوان اجزاء اللي هو اجزاء التدريب. اقول مثلا التدريب هنا اكتب التدريب. تمام? بعدين التدريب يتكون من اربعة اجزاء اللي هو تحديد الاحتياج. الاحتياج. تحديد الاحتياج. بعدين بناء الحقيبة. بعدين عرض البرنامج. وانا جالس اكتب. وانا الان باكتب وانتوا جالسين تطالعوا. السبب اللي خلاكم انتوا تطالعوا معايا وتمشوا. ان انا لما نجي اكتب بالقلم واكتب بهذا الشكل. انا اوجه التفكير. انا اوجه تفكيرك بيدي. الان مين يقدر يقول لي ايش هو الاركان التدريب اللي كتبناها? كلكم عارفينها صح? لانك كنت مكتبه امامكم ها? الاحتياج? او تحديد الاحتياج? ايوة. تركيب الحقيبة. تبناء الحقيبة. وعرض البرنامج. عرض البرنامج. يا سلام. وبعدين في الاخير ايش يبقى لنا? التقييم. تقييم البرنامج. انتنا هذي اربعة اركان للتدريب. وانا جالس اتكلم واكتب. هذا نوع من انواع تقديم المحتوى. يعني ما اقدر انا اخلي بس كله باوربوينت. ما ينفع. اشتري الكاميرا دي الصغيرة مدري. المرايا دي حقة المكياج والكاميرا. واركبها واشتغل واشتغل باللوح دي بعشر ريال من دي بخمسة ريال. فتطلع جميلة جدا. حتى تقدر ايضا تلعب معاهم. تقدر تلعب. كيف نلعب? خلينا نلعب لعبها. خلينا نلعب مثلا. نقول لهم ماذا اختفى? ايش اللي اختفى? فنيجي هنا كده. تمام? واجي احطه. قول لهم هذي جوال. وهذا. وهذه ماوس. وهذه شمعة. وهذا قلم. خلاص? بعدين اجي. اقفل الكاميرا. كده خلينا اكبرها. بعدين اجي اقفل الكاميرا. ثم اشيل احد الاشياء وقل لهم ماذا اختفى? يلا ايش اللي اختفى? الشمعة. الشمعة والقلم طاح. قلم. تمام? فهذه ممكن احد الالعاب اللي اقدر العبها مع المتدربين. لا تقول لي ترى والله هذه لعبة مرة بسيطة وحقك صغار اطفال. لا 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 لا. ابتعد عن المواضيع هذه لعبة. حسنا دكتورة تصل انت المعلومة. فضل. كمدربة اخذنا انه الالعاب هذه مهمة لكسر الجمود. ايه لكسر الجمود. لانه ما حاجة بنا تتكلم معاك. خلاص ملينا منك. تجلس تتكلم لي في الفهم القراءة. والفهم القراءة هو عبارة والفهم القراءة والفهم القراءة والفهم القراءة ومحتويات والانواع وانواع النصوص. بعدين جي تسألهم خلاص الدماغ. يقول يقال انه يقال انه الدماغ ما يستهلك او اكثر من ربع ساعة. يعني ربع ساعة تقريبا يعني. صحيح. وبعد الربع ساعة في الباي باي كلهم. فيعني حاول انت قدر المستطاع انك انت ايش انك انت تقدر عليها. تمام هذه قطعة مراية مصممة بشخص عنده. جهاز اللي هو الطابعة فريدي الثلاثية الابعاد. فممكن اطبع لكم واحدة منها. او ممكن زي ما قلت الميكياج علبة الميكياج من فوق من الاعلى عليها. وهذا الاخت اللي قالت ايش اللي كانت بنتيسأل على ايش. بنتيسأل تقول كيف المدربة تظهر وهي محجبة. مو ملازم تظهر على الاقل لو حطت يدها كده وجلست ترسم امامهم. يكفي. يكفي هذا. يكفي من الباور بوينت. يكفينا ملينا من الباور بوينت. ملينا. فشوفوا شيتان غير الباور بوينت. يعني انا هذا باور بوينت وهذا عرض اللي هنا موجود امامكم. وهو عبارة بي دي اف. مسأنا سويته كده بالطول. تمام? حطيته بالطول. هو كتاب بالطول. تمام? وجيت امامكم باشرح واقرأ قدامي. فشكلها كده غريب صح? شكلها غريب. حتى بالمثل والمتدربين احيانا يسألوك اسئلة غريبة. يعني انا لما كنت ادرب اخر مرة البرنامج الماضي كنا بندرب على اه اللي هو الكتاب حق التطبيقات الرقمية في الصفة المتميز. الناس يسألوني عن العرض وتركوا الكتاب. فاهم? في ناس يسألوك عن العرض. هذا كيف سويته? هذا بايش سويته? باي برنامج? كيف اشتغل? ليه لانه شده. فانت جيبت حاجة جديدة. فلما جيب حاجة جديدة مهمة جدا انك انت تشتغل عليها. قصة اليوم رأيت شيئا. اعطوني مثل شعبي. اعطوني مثل شعبي. هذه كلها اشياء تبدأوا بيها البرنامج التدريبي. قدوني مثل شعبي. تعليق اللوح المغناطيسي. طيب. طيب. عندنا من من منكم الله يحفظكم. من عنده بيتابعني من جهاز لابتوب. السؤال. من بيتابعنا من جهاز لابتوب. اللي بيتابعنا من جهاز لابتوب. ها شباب. ما في احد بيتابعنا من جهاز لابتوب. كلكم من الجوالات. صح؟ نعم. ايوه. ايوه. طيب. اوكي. ننتظر. ايوه. 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 يتابعني من ال انا انا. ايوه. مين هاتي الاسم؟ نوف. ايوه نوف. طيب. ممتاز استاذ نوف. انا بس ادور على اسمك هنا في المحادثات الشاتنة. نوف نوف. نوف عبد الله. ممتاز. طيب. استاذ نوف الله يحفظك. اذا ممكن. احرك الماوس على الجهاز اللي عندي. على الماوس اللي عندي. شاف الماوس انا فين الماوس. في المنتصف. جيبي الماوس اللي عندك. خليه يلتصق بالماوس اللي في الجهاز في الشاشة عندك وحركي. معنا يا سادنوف. انا اعطتك صلاحية الماوس. سادنوف معنا اختفت. ايوه هيحرك الان خمسة زائد خمسة عشرة اضغط على عشرة بشويش الماوس بشويش عشرة تحت عشرة لا روح يسار انا نوف راشد نوف راشد مو عد الله سلام عليكم السلام عليكم صوت في السلام عليكم موجود السلطة السلام عليكم السلام عليكم السلطة عندكم طيب يا استاد صوتك مكتو مر وقرز من المايك المايك واضح 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 الصوت واضح السلام عليكم واضح نعم واضح طيب عموما هذه الفكرة اللي نتكلم عليها انه الان هذا احد التطبيقات اللي ممكن يعني احد المواقع اللي ممكن تعطي للمتدربين انه يشارك الماوس يشارك معك يعني هذه احد المواقع دكتور دكتور ايه تفضلي ايوة انا معك نوف راشد لا قطع الماوس عندي مدريش مشكلتهم عندي في مشكلة معلش ايه الله يتكب العافية شكرا جاك الله خير تمام اذا هذا اسمه توي ثيتر ففي حاجات كثيرة وفيه العاب كثيرة ممكن تشتغل معها انت متدربين في عاشية كثيرة ممكن تشتغل معها هذه فوائدها انها العاب تغير الجو بس بينك وبينهم شوية تبدأ تعطيهم حاجات كثيرة يعني مثلا هنا لما تيجي تاني يوم في اللقاء تبدأ تراجع معهم مين يقدر يعطيني عشرة كلمات عن التدريب تدريب حقائب برامج تدريبية مدرب متدرب ورش عمل لهذا انترنت في التكلمات فممكن تستخدم بعض الحاجات اللي هي موجودة هنا للألعاب اللي موجودة في اللعبة ففيه برامج كثيرة والعاب كثيرة في الموقع جدا كبير الموقع تريد تلعب معهم حتى فيه هنا في الماث في الرياضيات فيه حاجات كثيرة للكبار والصغار والأطفال وكل الألواع مثلا هنا اللي هو مولتيفيكيشن الضرب ومثلا ثلاثة فيه كم ثابة خمسة عشر ثلاثة فيه خمسة جميل كم لعبة يحتاج يا دكتور عشان ما نشتت انتباههم للموضوع الأصلي واحدة لعبة بس بداية البرنامج منتصف البرنامج بس لعبتين تقريبا أكثر من كده اتشتت الموضوع بس انتوا عشان مدربين بعطيكم أنا ألعاب كثيرة عشان تشوفوا أيهما يناسب برنامجكم أنا ليس لي علاقة ببرنامجك يعني انت برنامجك إلا تبغى تدرب البرنامج اللي عندك لكن أنا فقط هنا بأنصحك على ماذا ستستخدم في البرنامج هذه الفكرة بس ترجمة نانسي قنقر تمام طيب كده واضح الكلام وأيو واضح طيب إذن هذا هو الموقع هذا هو الموقع وعندك في آرت برضو التلاوين والألوان وفي عندك البازل الألعاب ففي ألعاب كثيرة زي مثلاـ الذاكرة السورية إذن هنا الوردي في رقم اتنين إذن نشيل الوردي هنا أضعه في رقم اتنين بعدين نشوف الله بعده الوردي بعدين أصفر هنا إذن بعدين الوردي هنا فوق بعدين أصفر هنا فهذا يساعد على الذاكرة تمام إذن هو اسمه الموقع اسمه توي ثيتر حلو أرسلكم هو كده عن محدثة سنشوفوه بس طيب بعد كده عندنا إلا هو ألعاب أخرى برضو موقع تاني للألعاب أعطيكم برضو موقع تاني للألعاب عشان برضو يستفيدوا منه إلا هو مثلا أركا ميديا ده ما عرف اسمه أرسلكم الاسم وهذا تخليهم برضو إيش إن كان يبغوا يلعبوا ألعاب إن كان يبغوا يسووا أي حاجة في الموقع يقدروا يلعبوا به فهم ممكن جمع طرح قسمة حسب ما أنت ترى مناسب يعني وتكتب اسمك وتقول له تكتب اسمك ويمشي الحال فهو شوية كده يعني الموقع تمام فذي كده حسب العدد وما إلى ذلك وتجاوب body جمعها bird جمعها birds هذه pathis جمعها pathis wolf wolf فهي زي كده يعني ألعاب بهذا الشكل طيب ننتقل الآن إلى تقديم المحتوى تمام تقديم المحتوى تقديم المحتوى عندنا اللي هو powerpoint تقديم المحتوى هنا عندنا شايفين هنا زي ما قلت الظهور أمام المتدربين ضروري جدا ونيجي على إيش نيجي على تقديم المحتوى بالpowerpoint ولما نيجي على الpowerpoint نفتح أي powerpoint دقيقة بس خلينا نشوف أي powerpoint هنا عندنا حلو مثلا هنا هذا حق المدرب مثلا هذا مدرب أوكي فأول حاجة أول حاجة أحيانا يكون بهذا الشكل برنامجك أنت بتعرض فصعب أنك أنت تعرض بهذا الشكل تمام وقبلها كمان قبل هذا كله عندك هنا اللي هو سطح المكتب ضروري يا أخوان ضروري يا أخوان أنه أنت في سطح المكتب تقفلوا اللي هي view show هذه اللي هي سطح المكتب أوراقكم والأشكال اللي موجودة والمرابط صعبة أنك تبدأ بسطح مكتب كده فتضغط الماوس يمين وتروح على أول واحد اللي هو العرض وتروح على الأخيرة اللي هو إخفاء أيقونات سطح المكتب وخلي سطح المكتب نظيف كده وانت ب زي كأنها مكتبك العايد اللي بتقدم به هذه الخطوة الأولى الخطوة الثانية تيجي على البرنامج هذا الباوربوينت وتصغر الشاشة اللي موجودة في اليسار هذا أولا أعلى تضغط الماوس يمين وتقول الريبون هذي اللي هي تحت صغر القائمة دي فحلو كده أنا ممكن أقدم برنامجي إذن كده بهذه الطريقة أستطيع أني أقدم البرنامج التدريبي بهذا الشكل هذا واحد بطريقة أخرى أيضا أننا أجينا على view المعاينة أو السلايد شو العرض التقديمي واجي على العرض التقديمي وأقول أبغى window شبكة آسف نافذة معناته إيش؟ بمعنى أن لما نجي أعمل العرض أصحب الباوربوينت وأخليه كده بسيط جدا جنبي هنا كده أكبره مثلا قد ما أبغى المقاس به كده حلو خليه كده تمام بهذا الشكل أجيب هنا كده في اليمين واجهنا أظهر هنا أمامهم جنبهم وأبدأ أكتر أتكلم الباوربوينت أقلب الباوربوينت وأنا أمامكم أنا كده أظهر أمام المتدربين وأغير الباوربوينت كأني في إذاعة كأني في التلفزيون كأني بأقدم برنامج كأني بأقدم أخبار أنا كده هو شايفني بأتكلم وأشايف الباوربوينت أحيانا تحط الباوربوينت بهذا الشكل وبدأت تتكلم وعدد الساعات التدريبية وعدد البرامج التدريبية أنت بتتكلم مع مين أنت كيف تتكلم أنت بتتكلم مع مين أنت بتتكلم مع المتدربين طيب على الأقل خد جزئية من الشاشة وأظهر أمامهم خد جزئية من الشاشة وأنا بتكلم وقول لهم ترى يا أخوان مهم جدا البرنامج ده ومهم جدا الكلام ده اللي بيحدث وإحنا الآن هذا البرنامج ضروري أنكم أنتم تحفروا وهذا التكلم وهذا موجود أمامي وأنا بتكلم إذن أنا الآن الوقف اللي كنت أوقفها أمام المتدربين في القاعة العادية تمام؟ استفت منها في إيش؟ في أني أنا هنا أقدر أضيفها طبعاً لما نزل كده أعاد يفتحها المايك على طول أمامك الجهة للمحادثات تقفل المايكات تغلقها فجميل جداً الفكر لا تفوتكم الأفكار هذه لا تغيروا الأفكار طبعاً طبعاً أيضاً من ضمن المهارات الباور بوينت بعضكم يقول عيد مرة ثانية أنا شايف كاتبين عيد مرة ثانية طيب نعيد مرة ثانية إذن أنا أول حاجة أنهي العرض خلاص أنا أجي هنا على العرض مرة ثانية تمام؟ فهذا لي يا سادة حنان رفع يدها كان عندك سؤال طيب نيجي فوق في الأعلى هنا في الريبون اللي فوق ونضغط الماوس يمين ونشيل الأخير عشان نصغر الشاشة اللي فوق نضغط كده عليها ونقول له كلابس يعني صغر الريبون يعني يخفي شويا يخفي لك هو بعدين نيجي عن طريقة ثانية اللي هو ممكن ممكن أنا كده أشرح لكم بالباور بوينت ممكن أنا أشرح باور بوينت عشان قدام الشرائح وقدر أنتقل وأروح وأجي وأتكلم معاكم فبرضو هذه طريقة جميلة أنك أنت تقدم برنامجك التدريبي طريقة الثالثة اللي هو أنك أنت تجي على سلايت شو عرض التقديمي وتجي على أعدادات العرض وتقول أبغاها في نافذة أبغى عرضي في نافذة ثم بعد كده موافق ثم نعطي الموافق الآن أصبح نافذة أسحب كده على تحت وأصغر الشاشة على قد ما أبغى عرضي قد ما تبغى أنت العرض يعني أهم الكلام إلا مكتوب هنا مهم ولا أنت وجهك مهم أنا أشوف نوجه النظري أنك أنت أهم أهم من العرض التقديمي لمصداقية الكلام عشان كلام يكون صادق كلام يكون صادق لازم إيش لازم تظهر أمامهم وتتحدث بطريقة بسيطة وسهلة وواضحة أما أنا أرفع صوتي والتدريب التربوي هو عبارة عن تدريب البرامج ما ينفع كده ما صار تدريب هذا صار مشاكل صار مشاكل تمام إذن هذه أحد الطرق اللي هو تستخدم فيها برنامج البووربوينت لتقديمك للبرامج لما تيدي تقدم برنامج إذن هذا البووربوينت طيب أيضا أتكلم على طرق للعرض أنا أتكلم على طرق على العرض أيضا تقدر تستخدم برامج أخرى غير هذه فأفيدونا في برامج أخرى غير البووربوينت رجاء اللح يقول لي بووربوينت أبقدم عرضي إيش أستخدم يلا شباب اللي عنده برنامج يفتح المايك ويعطينا الإسم البرنامج غير البووربوينت دكتور فضلي هل الدورة مسجلة نعم مسجلة من وين نجدها على القناة عندي على اليوتيوب أكتبي ذكي فراش في اليوتيوب اطلع لك القناة تلاقي إن شاء الله تشارح بعد ما أخلص طب يا أستاذ بغا تسألك فضلي يا أستاذ متى تخلصت الدورة نخلص أنا والله أتوقع شوية كمان نخلص يعني ما أتوقع أن نحن هنطول طيب تمام مشكور يا أستاذ اسم القناة أنا كتبت أول القناة وبرضي أرجع أكتب لكم الرابط هذا هو الرابط حاولوا تحفظوه تايني نقطة سيسي سراج زكي تلتمية يجيك على طول الرابط الخاص بالقناة وبرضي أرسل لكم الرابط حق الدبن حقنا اللي هي القنوات هذه هذه هو هنا رابط اليوتيوب دكتور كل القنوات وكل الرابط وكل العناوين وكلها موجودة في المحادثات الآن أرسل لكم الرابط هذا الرابط في التليجرام وفي الواتساب وفي التليجرام وفي اليوتيوب وفي كل الرابط أشوفوا موجود عندكم في المحادثات وبرضو اللي أخوة في هدف يقدروا يعطيكم رقمي ويعطيكم الاتصال التواصل أي حاجة أي تواصل ما عندي أي مشكلة تمام أعطوني أسماء برامج للتقديم غير الباوربوينت تكفى رجاءا يلا أعطوني يا حديدا يمكن يمكن تبريغي أو صبور أو قلم يعني للشرح أنها رح تكون للنساء المتحدبات يذكرها تركنا قبل شوي لتكون يدينا ضحفة قلم ورقة تكون شرحة حلو سواء اللغة العربية أو أي أي شيء يكون مبسط ومختصة بشكل أكيد دعالك الله خير حبيب الله يحفظك طيب أيضا إحنا ممكن هنا من بعض الحاجات نتكلم عليها إلا هو اسمه اسمه واكم واكم حلو واكم هذا هو عبارة عن جهاز تابلت تقدر تستخدمه للكتابة يعني ممكن أنا أخلي برنامج التدريب كتابة مو نازم أخلي برنامج الباوربوينت خلاص الباوربوينت لحد يستخدم ممنوع ترى لا يستخدم ترى أضربه أبتح معاكم بس يعني خلاص ترى الناس عافت يعني أستخدمونا بس تخدم من باب التغيب طيب هذا الواكم زي ما أنتوا شايفينه حلو يفتح مع بعض يفتح مع بعض هنلاقي جوه إيش موجود هنلاقي جوه موجود هو الواكم هذا اللي هي هذا التابلت حلو التابلت هذا اللي موجود هنلاقي في السلك اللي هو الـ USB و هنلاقي في القلم القلم هذا ميزة إنه ما في بطارية ولا في أي حاجة تمام تمام فنشبك الـ USB هنا شوفوا معايا كده ولازم له ممارسة دكتور ما هي أجود أنواع التابلت والله هذا الواكم هو أجود شيء الباقي كلها تعبانة صراحة يعني وجهة نظري شكرا إياك الله طيب الآن لمن أنا شبكت الآن أصبح كإنه ماوس شوفوا معايا الآن شوفوا معايا الآن هذا القلم لمن أجيبه الآن هنا لمن أجيبه هنا موجودة عند الأخوات عند الأخوات موجودة نحن نتواصل معكم شايفين معايا كده خليكم معايا الآن الآن لمن أجيب الماوس هنا كده وبحركها أحركها معيدا عن الصفح أستاذ زكي أيو حبيبي ما في عرض ما في عرض حبيبي أه توقف يمكن عمل توقف مع لي سامحني ساك الله خير الله يحفظك تمام ما عليش توقف العرض ما عليش المشكلة أماما أنت لازم تكون كمدرب لازم تكون مستعد لأي خطأ وتتقبلوا بصدر الرحب يعني لا تزعل أهم شأنك لا تزعل تمام فهذا هو الزر اللي جاي فيه شايف فأنا أتقدم كده من بعيد شايف أنا أحرك من بعيد والماوس تتحرك لما نبغى أكتب أضغط وأكتب لما نبغى أكتب أضغط وأكتب طيب إيش فيه سبورات ممكن تستفيد منها أول سبورة وأشهر سبورة اللي هي سبورتنا اللي هي موجودة هنا Microsoft Whiteboard هذه أشهر سبورة بلاش مجانا تيجي مع نظام الويندوز إذا ما لقيتها أكتب فيه سوق حق ويندوز تحملها حلو أنا إيش أستفيد منها زي ما قلت توجيه التفكير توجيه التفكير تنوع في تقديم المحتوى توجيه تفكير وتنوع في وجود في تقديمك للمحتوى يحتاج منك إنك أنك أنت تتحدث بهذا الشكل وتتحدث بهذا الأسلوب تيجينا تقوله سبورة جديدة والكانفس الكبير جدا شوف المساحة كبيرة جدا تاخد راحتك هنا حرف الأي تضغط حرف الأي وتيجي هنا تكتب اليوم اللي هو صفر أربعة صفر أربعة الفين الفين واحد وعشرين أظنه كده اليوم والله ما دير المهم تكتب التاريخ هنا أسوي اللي تبغى في البرنامج طيب بعدين بعدين أجيب القلم واضغط على القلم ده اللي هنا موجود وأبدأ أشرح للمتدربين وأتحدث معكم الآن عن التدريب ناسف ما عليش مقلوبة يا مشي حالك كلام طبعا كنترول زد ترجع تختفي الكلام اللي موجود خلو ونيجي هنا نبدأ نكتب التدريب ويتكون التدريب يا أخوان من أربعة أجزاء الجزء الأول طبعا هو إذا كتب بدائرة على طول ويعرف أنها دائرة الجزء الأول اللي هو اللي هو تصلح وقدر كده ألون ولعب وأشكل حالو تحديد الاحتياج حالو إيش الخطوة الثانية الخطوة الثانية بناء الحقيبة أو بلاش بناء الحقيبة خليني إيش خليني أرسم حقيبة أرسم لهم حقيبة يا سلام هذا الحقيبة كده هنا وهذه لها يد فوق وضحة الفكرة فتقدر تتكلم كده وتفضل تهرج وتقول إيش الحاجات اللي موجودة وتتكلم فهذه أحد الأساليب للتقديم أحد أساليب التقديم للمحتوى استخدام الواكم مرتان نعيدها هنا موجودة هذا هو الواكم طبعا فيه بثلات آلاف فيه باربع آلاف فيه بألفين فيه شاشة فيه بس كده شاشة شوف هذه شاشة جميل جدا الشاشة طبعا استخدموها الرسامين بس لا تحرم نفسك من أنك تخطوض التجربة جميل جدا وحلوة مو لازم تشتري الشاشة اشتري الصغير هذا اللي هو موجود فيه باربعين فيه بثلاتين فيه بخمسين فيه بميتين فيه بثلاتين فيه أنا بس فقط جربتها الواكم ان تجربوا أنواع ثانية غير الواكم يعني فيه أنواع أخرى غير الواكم أتكتب فوق تابلت شوف هذا هذا برضو يعني شوية محترم جميل كده أتوقع يعني أتوقع أنه برضو جميل ما جربتو لكنه جميل جدا شوف هذا شاشة بشاشة كأنه شاشة شوف زي كده تكتب عليها تمام كم قيمتها ألف ريال قيمتها بس هذا للرسامين أتكلم على الرسامين تمام والتطبيقات التي تستخدمها كثير جدا من ضمنها من ضمنها فضيق الشعب اللي هو هنا اسمه جام بورد جام بورد حقا جوجل ليش تستخدم الجام بورد عشان أنت تبغى المتدربين يتكلموا معك زي ما أنتو الآن تبقى تتكلموا معي لآن أنا أجي كده أدخل هنا أجيبها على الشاشة الجديدة تمام وأجي هنا فوق أقول مشاركة تمام وأجي هنا أغير الخصائص حقا المشاركة هنا وأقول أي شخص لديه الانترنت ويستطيع أن يحرر تمام وأكتب موافق أنسخ الرابط ثم موافق وأرسل لكم الرابط على المحادثات أضغط على الرابط يا شباب أضغط على الرابط تعالوا لي وبعد الله بالله بتبقى يقدر يشاركك فتيجي أنت كمعلم تضغط كده وكمدرب وتبدأ تقول لهم السلبيات والإيجابيات يلا هنا أكتبوا لي السلبيات وين الإيجابيات يلا هنا الإيجابيات وهنا بقوا تكتبوا السلبيات للتدريب عن بعض سلبيات للتدريب عن بعض كل واحد يدخل الآن منكم على الآن حيعدنا المغرب ونعطيكم بريك لأنه أستاذ ناصر يقول أرجو أعطاء بريك 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 ستة مرات أستاذ ناصر سامحنا معليش معليش كمان حتى أنتم عندكم الهادي طيب برضو كمان الاخوة في الهادي يقولون ننهي الدورة بدون بريك طيب نكمل شوية بس خليني أعدن إلى ربع كده كمان عشر دقائق وبعد ننهي المحاضرة عندهم برضو هما تدريب ممتاز شو بضعوا يكتبوا الشباب جميل جدا جميل جدا والسلبيات ما في ولا شيء إيجابيات سلبيات كلها أي حاجة أكتب أي شيء يا سلام أيوه أي حاجة أكتب هذه بتعطيك لما نكون المتدرب بلو قرار في الموضوع ويكتب يا سلام جميل لما نكون لو قرار يكتب جميل أنه يشخبط زي كده شوف خرج كل خرج كل اللف بقلبك أفرغ كل الطاقة السلبية اللي عندك ما عندنا أي مشكلة شايف شايفين كيف الشباب بالعكس أنا أشوف أنه جدا رائع أنه يشخمطه بدل ما يكون فيه بريك كده نوقف لا نقول بريك شخمطة نجيب شيء جديد في التدريب لازم تحمل برامج عشان هو من الجوال معلش أنتم من الجوال اللي بيتابع بالجوال عنده شوي صعب هيوة يا سلام شايف فيه ناس برضو فعال خير قاعدين يشخمطه وفيه ناس بيمسحه تمام توقف المشاركة تيجي هنا وتقول لهم معادة المشاركة وتوقف الشاشة إذن هذه أحد التطبيقات الخاصة تحب تلعب أحد التطبيقات الخاصة بايش بالسبورة التفاعلية طيب ننجي بعد كده لبين نجي برضو لبعد كده إلا هو البادلت البادلت هو عبارة عن جدار إلكتروني تعطي المتدربين الرابط عشان يشاركوك حلو يعطيك ثلاثة جدار مجانية فأنا أجي هنا على مسح جميع المنشورات واجي هنا على اثنين ثلاثة سبعة تسعة سبعة حلو أقول حذف الآن أجي هنا وأجي هنا مع بعض كده على الثلاثة النقاط وأقول تغيير التنسيق التنسيق نخليه حائط حلو يلا حائط يلا يا شباب عندكم الرابط إلا أنا أطلبه أن تتنفذوا مو تحطوا من عندكم أي شي رجاء إلا أنا أقول إلا أنا أطلبه دقيقة بس أحطى لكم خلفية كده حلو الخلفية دي جدا سيئة قليلا ناخد لونك ثابت بس على دلاء مو لون ثابت ناخد صور ناخد هذه الحلاوة يلا ممتاز جميل جدا حفظ يلا شباب عندكم الرابط الآن في المحادثات أبغاكم الآن تكتبوا أسماءكم خطوة الأولى كتابة الأسماء أدخل على الرابط واكتب اسمك الآن كده أنا هنا أضغط على الرابط الأحمر اللي عندك في الشاشة واكتب اسمك ذكي فراش يلا أكتب اسماءكم خالد الشريف مريم عبد الله ريم فاطمة أكتب اسماءكم سريع سريع حلو جميل جدا ما شاء الله تبارك الله طيب إلا خلص من اسمه يضغط مرة ثانية تمام ويجي على الثلاثة النقاط ويضغط على رسم ويرسم يلا أرسموا لي أي رسمة أي رسمة حلو أنا دا حينة بارسم يلا نرسم مرحبا بكم في التدريب حلو مرحبا بكم في التدريب أضغط على الأحمر بعدنا الثلاثة النقاط وأرسموا طيب بعد ما رسمته ما أنا حد راضي بس بعد ما رسمته أعملنا تحديث كده للشاشة رسمته ما شاء الله تبارك الله جميل جدا جميل جدا طيب بعد ما رسمته الآن أضغط برضو على الأحمر مرة ثانية ما شاء الله تبارك الله أضغط على الأحمر مرة ثانية وثلاثة النقاط يلا ثلاثة النقاط اللي موجودة وأضغطه على صوت شايفين كلمة صوت يلا نضغط على صوت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته واضغط كده وأقول موافق بعد كده أقول حفظ ثم بعد كده أقول أقول اسمي أكتب اسمي يلا سجلوا أصوات ذي كده شوف أنا سجلت الصوت الآن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إذا إذا رسمت أو كتبت أرفعوا لنا صورة اللي عقدة يرفع صورة وأضغط على ثلاثة النقاط ورفع لنا صورة من الصور جميل جدا هنا فينا صجلة صوت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جميل إذا أنا لما أسوي جدار إلكتروني زي دا بادلت إيش أستفيد منه في التدريب أستفيد منه أعطوني أعطوني الفوائد يا شباب أعطوني فوائد البرنامج يلا تفضل يا سيد عبد المحسن أستاذ لنا تفضلي فوائد استخدام البادلت في التدريب فضل يا سيدة سحر سيد عبد المحسن تفضل فوائد استخدام البادلت في التدريب المايك مقفل ما علي سامحونا طيب سامحونا عادي يا شباب لا تزعلوا طيب خلاص يلا فكنا المايك ها سيد المحسن تفضل السلام عليكم ورحمة الله سلام ورحمة الله أتوقع أن يقيس قياس النتائج النتائج ممكن أيوة يعطيني صور للتدريب أعمالهم فضلي مشاركة الرأي مشاركة الرأي استطلع للرأي جميل جدا أيوة التفاعل بين المتدربين والمدرب يا سلام تفاعل جميل جدا بين المتدربين والمدرب بطريقة رقمية إلكترونية فضل يا سيدة سحر سيدة عبد المحسن يرقي متعة متعة عشان لك دور في الموضوع جميل التنوع اللي فيه ترى مهم جدا فضل حبيبي ممكن تكون تغذية راجعة ممكن تكون تغذية راجعة نعم فعلا قد يكون أسلوب من أساليب التقييم أيوة أسلوب من أساليب التقييم ممكن نعم أيضا للتغيير في طريقة الطرح تغيير طريقة الطرح الخجولين ناس ترى نعاني منهم الخجولين الخجولين كيف تعاني كيف كيف تخليه يتكلم ما تخليه يتكلم لازم يكتب فهذه الحل إظهار الشخصية إظهار الشخصية أيو إظهار شخصية الشخص اللي بغي تكلم تمام جميل جدا ممكن نستخدمها كنص تفاعلي برضو إن نحن نسترح سؤاله يا سلام يا سلام جميل جميل جدا السعود عرض مكافأة للإشارة يعني كدرجة أيوة 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 نعم فعلا ممكن تضيف المتعة على الدورة ممكن إيش فيدباك تضيف المتعة يعني على الدورة هي لا شوف أنا زي كده أنا استخدمت مثلا برضو كمان ضمن الاستخدامات أني أنا قلت له مثلا هذا برنامج الإنفوغرافيك في اليسار هنا الروابط أو المواقع المهمة بعدين هنا المخططات وأنواع المخططات اللي ممكن تصممها ثم بعد كده مشاريعكم يقول كل واحد يرفع مشروعه فيكون دليل على عمل نستخدمها في عرض المشاريع نعم عرض المشاريع مر مهم جدا في عرض المشاريع جدا جدا سهل وبسيط جدا ومر مرة جميلة في عرض المشاريع جميلة فهو مجاني يعطيك ثلاثة لكن أنت ممكن تمسح المجاني وتضيف واحد جديد يعني هذا الآن مجاني فنجي هنا على ثلاثة النقاط يقول مسح جميع المشاركات يقول لي هل أنت متأكد أقول له نعم خمسة خمسة ثلاثة ستة يعطيني أرقام يقول له حذف خلاص كده حذف جميع المنشورات أيضا عندنا هنا فوقف المشاركة انتبه من تغيير الخصوصية ضروري أنك لما تجي تقول تغيير الخصوصية يمكنهم الكتابة عشان يقدروا يكتبوا لو أنا قلت لهم يمكن القراءة يدخلوا فقط يقرأوا ما حد يقدر يكتب لو أنا قلت تحرير يقدروا يمسحوا أعمال زملائهم فغليك دائما على الكتابة تمام؟ غليك دائما على الكتابة والجمال في الموضوع أنه حتى لو مثلا واحد ما عنده ما يقدر يوصل له هنا هو يصنع لك رابط QR كود يلا صوروا الشاشة ودخلوا على الصفحة فيقدروا يصوروا الشاشة ويدخلوا على الصفحة أيضا له تطبيق على الجوال يعني ممكن كلكم دخلتوا عليه وممكن هو التطبيق لوحد ومستقل على الجوال فبرضو إيش؟ فبرضو جميل جدا تمام؟ فبرضو جميل جدا إذن هذا أحد البرامج المهمة جدا لاستخدامها في تقديمك للمحتوى لتقديمك المحتوى أيضا عندنا فضلي لو سمحت لو شرحت أنه طريقتك يوم في الناشطة في النهيدي تعرفت علينا كيف أبصر خريطة وش عرفت نتيجة كانت جدا والله سامحيني صوتك مرة بيقطع ممكن تعيدي مرة تاني الكلام طريقة الخريطة إن كنت فوق هنا في الأعلى النوع تغير النوع نوع المنتج هذا اللي أنا فيه الآن عندنا كم نوع إحنا عندنا الآن تقريبا خلينا شوف التنسيق عندنا منطقة عمل اللي احنا دمنا اشتغلنا عليها وخرائط وعندك هنا تحت مكتوب خريطة أنا فقط أخير أعملها خريطة وأطلب من المتدربين إنهم يضعوا كل واحد يضع صورة أو عنوان بيته فين موجوده وفي أي مكان إن أنا أغير النوع بقى فقط وسأغير النوع أغير التنسيق طبعا عندك فيه تنسيقات أخرى فيه تنسيق تاني اسمه رف الرف هذا إن تتحدد فوق في الأعلى اشتبه وتقول مثلا تقول ل format هنا مثلا مواقع تمام بعدين تقول له حفظ ثم بعد كده تيجي هنا تقول مثلا مجموعة المجموعة المجموعة واحد مشاركة المجموعة الأولى هنا مشاركة المجموعة تقسمهم مجموعات اثنين فيصين عندك مجموعات كل مجموعة تدخل هنا تشارك بمجموعة معلامها فيصير رف هذا يسمى الموضوع أو العنوان أو الشكل هذا يسمى رف تمام هذا اسمه رف تقدر تستخدمه بهذه الطريقة البسيطة والسهلة والجميلة بالنسبة للبرنامج تمام؟ عندنا آخر برنامج هنتكلم عليه آخر برنامج آخر برنامج عندنا اللي هو أدوبي سبارك أدوبي سبارك هو موقع بسيط جدا لصناعة مقاطع الفيديو يعني أنت لما تجد تقدم برنامجك التدريبي أتمنى أنك تصنع له مقطع فيديو أتمنى تصنع مقطع فيديو للتعريف اللي أنت طلبت منهم يعني نطلب منكم التعريف بعدين بعد ما خلص من التعريف أتمنى أنكم تكونوا عملتوا مثلاً أبتكلم على أركان التدريب حلو؟ أدخل هنا أدخل على الموقع وأدخل فيديو تمام؟ ثم بعد كده أكتب أي كلام هنا ملازم يعني بعدين نستار الآن الموقع صار كأنه باوربوينت لكن يسجل لي صوت وسجل لي صورة فهذا اللي أنا أبغى أوصل له هو أوصلها إذن خليني أتكلم على التدريب مثلاً تمام؟ خليني أتكلم على التدريب أنا ما عندي حقيبة تدريبية أبقدمها للناس تدريب المدربين مثلاً فما يصير أني أقدم برنامج التدريب كله بس باوربوينت ما أقدم برنامج التدريب كله بادلت لا أنوع أنوع فالتنويع مهم جداً التنويع ضروري جداً التنويع فهذا من أروع البرامج للتنويع تمام؟ شوف معايا نجي هنا في البداية دائماً في البداية لما نجي أصنع الفيديو أسأل سؤال فأسألهم أقول لهم تعرفوا إيش هي أركان التدريب؟ فأضغط ما هي أركان التدريب؟ حلو؟ وجينا علامة الاستفام أضعف كذا أحط علامة الاستفام كذا أو خليني إيش؟ أضغط على إيكونة وأكتب باللغة الإنجليزية training عشان يروح يجيب لي رموز للتدريب حلو هذا التدريب جيب لي رمز للتدريب أركان التدريب أضغط الزايد وأقول أول حاجة إلا هو تحديد الاحتياج أولاً تحديد الاحتياج وأضغطين على الزايد جيب لي كلمات التدريب وأضغط كذا أي صورة من الصور إلا موجودة الآن يعني أنتم بعدين إيش؟ اشتغلوا عليها أحسن من كذا الزايد ثانياً بناء الحقيبة التدريبية أجي كذا هنا أغير هذه الوقت أكتب باق مثلاً باق جيب لي شنطة حقيبة يا سلام تفضل حبيبي الحقيبة التدريبية بعدين أضغط كمان الزايد وأخيراً التقديم للبرنامج خلاص يعني بس كده بقول أنا الحين طيب تقديم البرنامج أنا أقول هنا ترينينج تمام؟ ترينينج خلينا أخذ لي واحدة كده ترينينج كده غريبة تقديم البرنامج بعدما خلصت الآن بمجرد ما أعرض الفيديو أمام المتدربين ما هي أركان التدريب أولاً تحديد الاحتياج ثانياً بناء الحقيبة التدريبية وأخيراً التقديم للبرنامج حلو؟ أجعل ميوزيك وأقفل لموسيقى في صعوبة؟ ما في صعوبة في إنتاج إحنا نبحث عن إنتاج إنك إنت كل برنامجك التدريبي تأخذ الأيزاء وتقسمها إيش اسمه البرنامج؟ اسمه Adobe Spark ممكن تسرنا الرابط أستاذي Adobe Spark أكتب في جوجل Adobe Spark يجيك على طول بالعربي Adobe Spark شايفو؟ Adobe Spark أطلع لك على طول ماسخ؟ Adobe Spark فصار المقطع في ثواني ثويت مقطع وأخيراً ما هي أركان التدريب؟ ما هي أركان التدريب؟ أولاً تحديد الإحتياج ثانياً بناء الحقيبة التدريبية وأخيراً التقديم للبرنامج صوت إذاعي جميل هي ترى صوتي ليس يا أخوان أسمعوا ترى والله من جد ليس بصوتي بهذا الشكل يعني وتقوله ترى مرة جميل هذا هذا الغشاش هذا الغشاش هذا هو السبب عشان كده أقول لك أشتري USB مايك صح أنا بتكلم بطريقة إذاعية زي ما قلت أو طريقة مناسبة مناسبة لأنها تناسب الوضع بس أنا ما قدر أتكلم لو فكيت المايك وصجلت بصوتي ما هيكون بهذا الشكل فيفضل أنك أنت تشتري الأدوات المعينات يعني حاجة يساعدك يعني زي لما واحد يجي يكتب بقلم بقلم البن حقه الرأس ما أدرى نص ملي وزي واحد لما يجي يكتب اثنين ملي وبيخط زيها بالضبط نفسها بالضبط فأنتو تحتاجوا الحاجة دي تحتاجوا يمكن أن نحط مقاطع فيديو بدل الصوت حقيا رابطي يمكن أن نحط بدل لا نسجل الصوت نحط مقاطع فيديو يعني بدل الصوت سمي اللي تبري في البرنامج ينفع أي شيء ينفع أي حاجة بس أنا إلا أقصد من الفيديو إيش أقصد من البرنامج ليش أنا الآن بقدمه للمدربين ليه أقول للمدربين لأنه المدربين يحتاجوا يصنعوا مقاطع فيديو بهذا الشكل أنا الآن لما سويت احتياجة الاحتياج هذا تمام وحطيته على اليوتيوب ونشرته إيش أستفدت انتشر اسمي يجيني مركز من المراكز يقول أستاذ ممكن تقدم لنا برنامج عن التدريب ليش يعني من فين جاب الاسم من فين مركز مركز هدف العالمية يعرفني ما عرفني مركز الهدف مركز هدف العالمية عرفني عن طريقة الانتشار فهذه أحد أجزاء الانتشار اللي أنت بتسويه يعني لازم تنشر نفسك أنت باتي كتر تنشر نفسك كده بس تجلس تجلس أنت في البيت وتنتظر الناس يجي يقولوا أعطينا برنامج تدريبي بالنسبة لك أنت لازم يكون لك محتوى فهو ضروري من المحتوى فاضل يا أستاذ يعني مهم يكون عندي مثلا قناة أو شيء أقدر أعلن فيه نفسي ضروري يكون عندك قناة ضروري تتواصل مع الناس الآن التواصل الاجتماعي ضروري جدا للمدرب أنا أتكلم مع المدربين فضروري جدا يكون عندك قناة على اليوتيوب ضروري جدا يكون عندك قناة على التليجرام لا تبحث تقول طب ما فيها ناس ما في أحد بيشاركك أنت توجه والناس يسحبوا معك يعني أنت توجه يعني أنت أبني محتوى يعني ركز في التدريب يعني أنت الآن الآن أنت تقريبا 236 لو كل واحد كتب لي أكتبوا لي تخصصكم التدريبي هذا أول نقطة تأخذها في تدريب المدربين إنك لازم تحدد هدفك التدريبي التخصص التدريبي لا تخليه يقوله هذا يدرب أي شيء ما ينفع يدرب أي حاجة لازم يكون عندك تخصص تدريبي يعني إيه تخصص تدريبي يعني أنت تخدم التخصص هذا وتمشي على الفاء والراء والقاف إيش هي فرصة وقدرة ورغبة في فرصة إنك تدريب على تدريب المدربين الآن مطلوب البرنامج صح وفي قدرة أنت تقدر تدريب عليها وفي رغبة أنت عندك رغبة يعني ليش بأدرب على التطبيقات الرقمية والتقنية أنا عندي رغبة أنا أحب التقنية وأحب الأجهزة وبيتي مليان أجهزة وعندي ماوس هنا وعندي أنا عايش كده جنبي ماوس هنا وجنبي كيبورد شوف جنبي رموت كنترول عندي أحب الأجهزة حلو؟ فأنا لما أجي أدرب أدرب بمزاج ورايق وفايق وانبسط وانبسط وانسعد وأسعد إن أنا أدرب في التقنية لكن بعضهم يجي يقول أبغى أدرب على برنامج مطلوب الآن برنامج اسمه الرخصة المهنية طيب تعال فيه سوق للرخصة المهنية الآن وفيه أيضا ناس تبغى الرخصة المهنية طيب بعدما أدرب الرخصة المهنية أول برنامج وبعدها ما تدرب ليش؟ لأنه ما كان جاي من الرغبة جاي من هدف هناك جاي من هدف ثاني أنت تحقق هداف الآخرين إذا ما تبني هدف لك تحقق هداف الآخرين يعني إيش؟ يعني أنت في مركز أنا في مركز التدريب لو لم أقل وأصر على أني أقدم برنامج التطبيقات الرقمية للمعلم والتطبيقات والتقنيات التعليمية لن حدفت على طول على الاستراتيجيات لأنه كانت مطلوبة أيام لازم يدرب 11 استراتيجية لازم نجري نكملها أنا أتكلم على تعليم مكة فكان 11 استراتيجية فأنا أصريت على هدفي اللي هو التقنية فأتمنى لكم الخير وأتمنى لكم أن تستمروا في اكتشاف تخصصكم التدريبي والتخصص التدريبي يحتوي على ثلاثة عيدها مرة ثانية الفاء والقاف والراء الفرصة إنه في تدريب ناس تحتاج هذا الشيء حلو جميل والقدرة إنك إنت تتحمل وتدرب على الموضوع ده وتسوي منتجات وتسوي أركان وتسوي والرغبة إنك رغبان وإنت بتدرب لا تشتكي لا تتشاكى أنا جئت ودربت وما حضر عندي غير خمسة متدربين أنا بأدرب يجيني خمسة أدرب بمتعة ليه؟ لأنني أنا بستمتع ببرنامج أنا جانشة ذاتي حلوة ومبسوط بها جزاكم الله خير أسعدكم الله أراكم في برامج قريبة الآن نعطيكم مرحلة أسئلة نعطيكم أسئلة شوية نسمع منكم أسئلة فتفضلوا وعندكم طبعا الرابط أكتبوا التي بتكتبوا في الرابط الرابط اللي دوبنا قلناه في البادلت فهنا البادلت هذا البادلت أي حاجة تبتكتبوا فيها سؤال السلام عليكم سلام رحمة الله وبركاته تفضلي أحب أعرف التحضير في شهادة على الدورة هذه هي نعم في مكتوب عند الإخوان كاتب لكم هي في عند الأستاذة المسؤولة عن اللقاء هدف شوفي مكتوب عند الإسم مكتوب هدف شايفتوا مكتوب هدف معنا في المحادثات أتواصلي معها الله أرسلت رابط التحضير لي فضل لم يرسل رابط التحضير هي ما في رابط للتحضير هو البرنامج أرسلوا رابط تحضير من أول من قبل الأسبوع أو حاجة زي كده أرسلوه للمتدربات أو المتدربين اللي شغل معنا في البرنامج أنا ما سجلت لا أعلم والله ما دروا الأخوان موجودين طيب أستاذ مكتوب فضلي هل فيها ملزم يعني لدورة اليوم أو شي نسجل هتلاقيها في الرابط هنا حق البادلة إن شاء الله رسل لكمي أناك صحيح يا دكتور اللي فاتر أرسلوا رابط وسجلنا فيه تمام هو هذا اللي أنا بتكلم عليه ذاك الله خير أي سؤال أي استفسار عندكم الرابط حق الصفحة أكتبوا أي كلام أي سؤال تبقوا أدو بسفارك أستطيع شرم محاور نعم تشرح بي المحاور نعم حياك الله يا أخي جبريل ونير البقمي برنامج رائع ممتاز شكرا أستاذ خالد الشريف يقول شكرا يا أستاذ جزاك الله خير حبيبي الأستاذ طريفة فهد الأستاذ السلام عليكم طريقة التحضير قلنا عليها يا أخوان لكم الله خير حبابي أسعدكم الله أستاذ إي مرحبا ما عليك أمر أنا أول مرة أدخل ما دخلت من زمان يعني توني ما صار لي داخل اليوم هي طيب كيف أحضر يعني ما أنا عارف أدخل البرنامج هما من أول صدروا البرنامج يعني من أول رسلوا الموقع فما أدري الآن ما أدري الآن بس حضور كتا حضور فقط لي ما في شهايط لا ما أتوقع أتوقع أفادوا يا دكتور اللي سجل قبل أسبوع لهم شهايط اللي حضر اليوم بس حضورية أفادوا الشركة هذا طيب ممكن يكون في أحد سجل لكن ما حضر الله لا يعلم الله عند الأخوات ما أدري نراكم قريبا إن شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله ورحمة الله إن شاء الله على خير مع السلام مع السلام الله يعافيكم حضوري شكرا شكرا ورحمة الله ورحمة الله ورحمة الله ورحمة الله ورحمة الله